المنتج واحد المنتج ده معي منه عشر أصناف أو عشر قطع العشر قطع دول مثلا أنا بخلصهم مثلا كل يوم قطعة قطعة وارد العشرة دول يخلص منهم قطعتين أو عوضهم بقطعتين تانين يبقوا عشرة ماشي كمير عشان أعمل السوم بلاس ديت أو اللي هي المعادلة أن أنا أعمل حاجة تنزل اللي هي كل ما تزود حاجة المفهود تنزل يعني مثلا العشرة يفضلوا ينزلوا ينقصوا يعني مثلا العشرة أبقى شلت منهم قطعة أوتوماتيك السوم ديت تبقى عشرة تسعة تنزل تنزل الصم باسمها الصم الصم أه الصم قصدي فأنا عشان أعمل كده دي مفهش مشكلة طب لو جيت تزودت بقى دي بتلخبطني شوية فعملت جنبها كلوم تاني إن أنا لما زود حاجة هتزيد معي فهتلخبطاني الحتة دي شوية لو عندك حلية تقولي تعالك أنا نشوف كده زكي خالد أخبارك إيه؟ زكي خالد سلام عليكم زكي علي زكي خالد أخبارك إيه؟ زكي خالد أخبارك إيه؟ دنيا تمام معاك؟ حضرنا نفتح لك دلوقتي عمري أنا تمام يا خالد أخبار أنتو كويسين؟ أنتو الدنيا دلوقتي ففضل قول لأ دينا سهلة جرقت الحضرتك شرحته كل نقطة كلها سهلة جات معنا بالظبط طب الحمد لله يا خالد إيه الأخبار معاك؟ أنا هفتح لك دلوقتي حاجتك عمري دلوقتي هزبطها لك بس نسلم عن ناس بسلام قولي يا خالد إيه الأخبار؟ لا تمام الحمد لله تبقىت شوية الدنيا كويسة تبقى الدنيا كويسة؟ آآ إيمان آآ ماشي؟ مقيمة اللي هي بتصلي ولا حاجة؟ آآ طب دلوقتي إحنا هنبتدي هو دلوقتي يا شباب اهو إحنا تعالى كده بس هنقولي كده نفتح كده قصد إكسلش الجديد كده؟ فالسؤال بس هذا ما نبدأ هو احنا البيفوت هناغه النهاردة ولا؟ هو مفيش بيفوت هو انت هو بس البيفوت ده اصل حواراته كبيرة البيفوت ده يعني احنا النهاردة نتكلم عن 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 الاف لو عايزة تديك نبزع عن البيفوت تيبل هديها لك مفيش مسكين خاضر تماما? سامعيني؟ سامعين إتباع ماتلااش يا عامر حاضر انتاذ نبزع عن البيفلكيب بس اول بش موجود في دها اللي هي علاقة بالانالس الشوية يعني ليه علاقة بالدهاة انالس الشوية بس حاضر راتجيك نبزع عنه النهاردة كانت احتام رج. يعني ده بيتاخد مع البي اي تعتد؟ مع البي اي بزبط البيوت بيتاخذ مع البيوت بالزبط اه بس هاديك نبزة عنه حتى عشان تبقى عارف لو انت بتستمدمه وتسهلك الدنيا شوية النهاردة هتبقى تاني محاضرة عندنا في الاكسل فهتبقى محاضرة ان شاء الله هتكون سهلة وخفيفة على على الايد كده ان شاء الله وفي اخر محاضرة حاضر يا خالد هتديك نبزة عن البيوت حاضر عنها لك تحت عمر يلا بينا عمر عمر معكا مش منس عمر انت بص لازم تعرفني انا بعد اقول قلو وانتوا سمعيني لان انا عانيت من الموضوع ده كتير لان ساعات الانترنت بيقطع وانا ببقى شغال 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 وفجأة ايه ده محمد تنسيتنا احنا انت قطع فاهمني فسامحني ايه لو انا كنت لازو لو انا كنت لازو عمال اقول لكم انتوا معايا لا انا صح جدا بص كده انا هوا نعمل دي كده هنا كده ونكبر دي كده شوية قل لي بقى انت تفكيرك ايه في يعني قل لي كده تفكيرك كده ايه في الموضوع ده حط مثلا رقم واحد دي ايتمز اكتبها ايتمز مثلا مساء ايتمز سواء ايتمز ماشي الايتم ده مثلا ماشي قل لي الايتم ما له يا عمر عملنا خلاص الايتمز معلش ايه بشمال لس النت خلي بالك يعني بيعلم هو لا ولا انت ولا هو لا لا هي ممكن نت عندي انا اقطع بس النت كده دلوقتي ظاهر يعني الاستجابة طب استني هقفل الكاميرا هقفل الكاميرا اهي النت كده بالنسبة لكم ظاهر كده كويس يعني كده كويس كده عمر اتفضل قل لي الايتم زي اتفضل قل لي اول حاجة مثلا هدي كتب بحث الايتمز دي مثلا مثلا ايتم الف او ايتم ايه ايتم ايه ايتم ايه ايتم اون اه ايتم اون ايتم اون ايتم اون دول بيبع معي منهم مثلا عشرة عشر قطة عشرة دل ستوك صح كده نعم تاني كده معلش انا معاك دلوقتي ما تلعش انا معاك نعم مضبوط معايا باش مواندس انا معاك او اتفضل قول تمام الاستوك ده انا بستهلك منه كل يوم مثلا قطع او قطعتين فلنفت ماشي اتفرد مثلا نهارا اشتغلت قطع را قطع يعني اربع اغتيام باربع قطع ماشي ماشي يبقى يقل ستة يبقى يبقى ستة طب انتو سامعيني والعمر الوحيد اللي مسامعيني اي بس اي دي انت سوطك باش مواندس بيروح ويجي وعمالي قطع انا سامعك بصعوبة شوية مش عايف ده عندي او لا عندي اعمل ستوبشير اهو انا هارجع تاني كده اعمل الشير اهو تاني اهو انا انا اكا دلوقتي اه تمام انا كا دلوقتي اتفضل قول دي تمام اش مواندس كده انا كده انا اللي تمام انت هلاك كلمه انا سمع. انا تمام انا تمام. خلاص العشرة احنا هنعمل لان احنا كل يوم بنستهل القطع فاعمل اربع قطع عشان لهم من العشرة بقوم سابتة. ماشي. دي بنعمل سم ناقص ونحط الخيانة رقم عشرة على الخيانة رقم واحد. لحظة 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 لحظة. بص الايتم وان ده بص انا عايزك تخلي الاتنين دورك كده هنا على جنب. تركز كده على جنب. تمام? تمام. سمعيني صح? اه. ده الستوك بتاعنا. اه سمع. فهيبقى ده السيلز بتاعنا. صح كده? اه. فاحنا هنقول له ايه? هنقول له دلوقتي. اه ده السيلز. فهيبقى مثلا الايتمز دي هتكون مثلا فيه ايتم وان وايتم تو وايتم سري يعني مثلا ده البيع يعني نخلي كده. الجدول ده كده كأنه ده البيع. او نخليه ده كده مرج كده. يبقى ده السيلز. تمام? وده كده الجدول ده بتاعنا اللي هو بيجمع الايتم وان. تعالى هنا. نعمله مثلا. نخلي بقى الاستوك ده بقى عبارة عن ايه? اه الاستوك ده. احنا هنخلي الايتم وان ده مثلا. اه احنا نخليه زاي. مثلا احنا بقنا منه ده مثلا اربعة. فعن يجي هنعمل صام اف. ده كده. المفروض من ايله ايه صح كده اقيته ايه كمه وبعد كان اختار ده كده وبعد كانت باش مواجه دين ثانية بس هبقى معاك سواني بس هافل للصوت سواني وارجع لك سواني تفضل انا بفكر كده بس شباب احنا بنعمل ايه طب لو انا جيت من الايتم واندا تاني ايتم واندا تاني بقيت منه مثلا اه اتنين هيبقى هنا ستة خدت بالكو كان الاول اربعة هنا بقى ستة تمام الفكرة بقى في الاستوك لا انا ممكن نشيل الاستوك كده خالص اهو ايتم اه من اي تو اي بعد كده نخليها بال معلش مش وانسا ناسف وبعد كده نخليها بال اه بص يا باش بص بص اولا خلاحين احنا نخلي بص احنا نخلي الايتم اهي دي كده نخلي دي كده ده ده العنوان وده كده الجدوى لهو مثلا وليكن باللون ده كده تمام احنا عدنا ايتم واحد وانكده نخلي دي كمان نخليها مثلا ايه اه ده التاريخ ال date او 3 action date اللي هو اتباع يوم ايه مثلا يوم واحد واحد 24 اتباع مثلا اه نخليها مثلا انا عايز اخليها اللي هي تبقى بين اللي هي الفورمات دي يبقى بين الدت بتاعها او كده يبقى شهر واحد واحد بعد كان نجيب اتنين واحد 24 كده بقيت اه ايه كده بقيت دي كده بالزبط لأ احنا عايزينا بقى ايه واحد اتنين قضي يبقى واحد اتنين 24 كده بقيت اتنين واحد تمام كده اول يوم واحد بعنا اربعة بص انا مسجلة هنا فاربعة تسجلت بعد كده يوم اتنين احنا بعنا ستة فبقيت عشرة صح السلوك بتاعنا السلوك بتاعنا عشرة طب احنا هنفترض السلوك بتاعنا عشرين انت بقى بتقول عايز بقى تعمل ايه ان لما يز اه دلاتي عايز لما اطرح مسلا من الست من العشرة دول اطرح اربعة هيتبقى ستة اطرح اتنين هيتبقى خمسة طب لو زودت اتنين تاني فوق الخمسة بقى قوم سبعة عايز ابقى فيه متغيرات سهلة معي بقى هنعمل ايه بقى هقولك انا هنعمل ايه على كده بص شانا انا بفكر لك يعني عملا افكر معك بص انتو شايفين كما الحركة دي صح شباب سمعيني صح بص كده بص كده علي وبص كده خالد الفكرة دي الفكرة ان السلزي دي انا ربطتها بصام اف قلت له ايه قلت له انا عايز لما الايتم ده يزيد تجمع لي كل الحاجات اللي هو بيعملها فعني جاء بصام اف شايفين كده وهنختار اول ايتم اللي هو من بي تو بي او من بي تو بي عشان احنا طبعا عاملين مرج من بي تو بي بعد كده هنختار يعني من بي تو بي معلش بص هنا في مرج هنا في مرج فلسك تختار المعادلة كده بص كده لما تيجي تدوس على العمود ده كده بص جاب لي التلات عمدان عشان في مرج مش احنا كنا لكده عملنا ان في مرج كده نعمل تلت خلايا بخلايا واحدة فبدل ما انا افك المرج وعمله تاني احنا عايزين الايتم اللي هو في العمود رقم B صح ها مظبور يعني جيناك نكتب هنا B to B اللي هو من عمود B الى العمود B هو B الى B فهو كده حتى عشرت عمال لي عليه يعني اللي هو ظل لي عليه تمام بعد كده كومة انت بتدور بايه اقوله انا بتدور بالايتم ده ايتم واحد كومة اللي انت عايز تجمع ايه اقوله انا عايز اجمع C to C اللي هو ال C ده C لا C فكده جاب لي ايه جاب لي العمود ده كمان انت عملت C to C لها C نقطتين فوق بعض C اه نقطتين فوق بعض C عشان نختار بس العمود من غير ما نفق المرج يعني بص انا كده ممكن نعمل فوق مرج ونعملها بس انا عايز اخليها زيما هي فهم قصدي اه اول اقولك الحاجة صح نفوق المرج هي كده وممكن نمسح دي كده وممكن نسحب دولك كلهم لفوق كده بس كده بحنا ده كده كده المبيعات ده كده كده اه بالزبط مش محتاجه المرج مش محتاجه فكده المبيعات فكده احنا عملنا المبيعات فكده بقى الستوك الستوك بقى نعمل ايه بصي بقى مش ده كده كده الستوك الستوك بتاعنا بقى احنا ممكن تخليه نعمل حركة انت بقى عايز تخلي كمان الستوك لما نضيفه يسمع هنا صح كده أصلك بالزبط بالزبط اه بص بقى. ممكن بقى نعمل لقطة اه بفكر فيها دلوقتي. احنا ممكن نعمل ايه 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 بص. احنا نقول له. ده الاستوك قبل. ابي. مش الاستوك اللي متاح. تمام. معاش اه اه كلمة غلط اه اكيد غلط ايه اكيد غلط ايه. مش مشكلة مش مشكلة انا فعلا. ده الاستوك هنقول له ايه يبقى الاستوك ده ناقص الاستوك ده يبقى ده المتاح ده العشرة دولة المتاحين. لان احنا هنا بيعنا منهم اربعة اربعة وستة فكده جاب لي عشرة. من الاستوك الهشرين كده جاب لي عشرة. فكده اللي فاضل في الاستوك ده عشرة. ممكن بقى نعمل ايه بقى عامل عشان تبقى باين قوي. شفت انت هنا ممكن نعمل حاجة حلو قوي هنا بحيث ان لما الرقم ده يقل عن النص يعمل لك لون عليه بحيث ان انت تضيف هنا شوية انت بقى بتضيف هنا بقى عمر زي انت بتضيف بالليام صح? لا مش بالليام حسب ممكن بالاسبوع يوم يومين حسب بالاسبوع يعني لازم يكون انا المدخل ما ينفعش اخليها اوتوماتيك انت عايد ما انا بقول لك انت ممكن تعملها كده مثلا يعني ممكن تخلي مثلا هنا الاستوك يعني مثلا انا بفكر بس معاك انا لسه ما جاتش معايا الفكرة لحد الان انت بتدخل الارقام هنا يعني مثلا هنا بديت هتقول له مثلا انا جيت يوم خمسة واحد عشرين اربعة وعشرين روحت امدخل في الايتم ده اللي هو ايتم واحد ده اللي هو دي كده مثلا خمسة وجيت يوم اه ستة اتنين عشرين اربعة وعشرين دخلت برضو من ايتم واحد ده عشرة تمام? تمام انا بتكتب الايام اللي انت بتدخلها صح? انا بتكتب امتا وخرج امتا انا هعمل حاجة دلوقتي انت ممكن انا اطلع لك حاجة صغيرة مصغرة كده من اللي بعمله ميش? وسهل عليك بدلا ما هاكتب لا 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 اقول لك بقى انا وصلت لأيه دلوقتي بقى انا اعمل ايه بقى دلوقتي? هروح جامع الستوك بتاع ده تركز بقى افدأ اروح اعمل صام اف اهو موضع الجدول ده بتاع الستوك اللي ده بتقع تسمع فيه الحاجة مش ده ايتم واحد بازم اه ده بقى فيه كذا ايتم هقوله ده هقوله ده كومة انا بدور بدا اللي هو الجامع بعد جامع ده كده وبعد كده بدور بالستوك كده بقى دوس اوكي يوم اه واحد تلاتة عشرين اربعة وعشرين الستوك مثلا عشرين فهنا بقت كامل خمسة وتلاتين اهي اه فكده بقى عندي كامل لفاطل خمسة وعشرين واحدة فاطلة ليه؟ لان احنا طرحنا منها العشرة اللي اتبعوا هنا اه وصلت كده ولا لا اه ما انت فيه شيت هيكون فيه اللي هو لا اخبطت شوي بقى انت عملت ايه معلشها لشان اخبطت بص بص انا دلوقتي انا دلوقتي عندي شيت للبيع وصلت كده عمر لو سامعيني كده يا شاباب ولا تمام سامعيني كده دلوقتي ولا يا شاباب اه انا دلوقتي عندي شيت للبيع انا فصلت كمانت ده البيع تمام اهو تمام كده طب الكلام بيوصل لهم مدخر ولا انا اللي بيوصل لنا ولا انت سامعين ولا ايه يا شاباب كده كلام مصبوك انت كده سامعين ايه ممكن المشكلة عندك عمر حاول بس تقف حتة فيها انترنت كويسة تمام اهو ده السيل زيه السيل زيه ده اللي انا بيع اهو ده البيع اللي انا ببيعه وهنا في شيت تاني اسمه ستوك يعني انا عمل شيت تاني اسمه ستوك اه بدخل فيه الحاجة امتى وبخرجها امتى وده كده ده السمري السمري يعني ايه السمري يعني اللي هو الملخص بتاع الداتة الملخص طبعا انت قد تتدخل بضعه قد ايه رصيد اول مدة رصيد ما عارش ايه وصلنا ايه ان ايتم واحد دخل يوم خمسة واحد خمسة ايتم اثنين ايتم واحد برضو دخل يوم ستة اثنين بعشرة وهكزا فكده بقى عندك الستوك اللي انت دخلته كله كام خمسة وتلاتين صح خمسة وعشرة وعشرين ادي كده خمسة وتلاتين اهو خلاص مم وهنا جدنا في الجدول بتاع السيلز بقان عشرة فهو صح مصبوط فكده اللي فاضل ايه خمسة وعشرين خمسة وعشرين حلوة دي جدا انا عمل ازاي بقى انت عملت من فين سم ايه انا كده كده مسجل المحاضرة والمحاضرة متسجلة من اول ما بتريدت تشوفوا الصورة فيه بصوا بقى احنا ممكن نعمل لقطة حلوة احنا ممكن نخلي الستوك كده في شيت تاني يعني مش لازم يبقى في نفس الشيت بتاع المبيعات يعني ممكن ناخد يسمع معايا برضو؟ ايوه احنا هناخده كده كده قطة اهو وهنفتح شيت تاني اهو وهنعمله هنا كده كده بالمنظر ونخلي ده كده نكتبه اسمه استوك تمام خلاص س هنعمل في ايه هنعمل كده هنا كده ناخده برضو قط ونعمل هنا كده اسمه سماري اسم سا Fans يبقى وده يبقى احنا كده عندنا يا خالد عندنا ثلاث ثلاث فيتات يا خالد وعندنا كده عالي صحب؟ لنه وشيت للسلس وشيت للساماري الساماري ده انا في الاخر هايقول لنا احنا عملنا ايه وروحنا فين وجينا بنين خلاص كده يا شفاب السلزة ده السلزة ده احنا بيعنا يوم واحد واحد من ايتم واحد ده اربعة تمام وبيعنا من يوم اتنين واحد يوم الايتم ده ستة وصلت كده شباب تمام فهنيجي بقى في الاستوك احنا دخلنا من الشيت ده قصد من الايتم ده كام دخلنا في الايتم ده يوم خمسة واحد خمسة ويوم ستة اتنين دخلنا عشرة ويوم واحد تلاتة دخلنا عشرين كده تمام كده عمر تمام تمام هنيجي بقى في السامري. احنا بقى عايزين بقى نعرف ايتم واحد ده عمل ايه? تعال كده اهو. ايتم واحد اهو. تعال نكبر لكده شوية عشان يظهر. الكلام كده كده متسجل ما تلاش. اهو. هنقول له بتاعه. هنعمل ايه? تفاكرين صام اف يا شباب ولا? تفاكرين معادلة صام اف? اه? شباب. تصمعيني ولا? خالدي علي. تصمعيني? تفاكرين معادلة صام اف ولا لا? هنعمل ايه? ساوي صام اف هاي. انت بتدور فين? اقول له انا بدور في السي اهو. مش احنا بندور في الستوك اهو? اللي هو الانوان اسمه اهو. انت بتدور فين? اقول له انا باجي في الستوك اهو. انا بدور هنا كده. بعد كده كومة. انت بتدور بايه? اروح جاي ينازل برضو في السامري اقول له انا بدور بالايتم ده. اللي هو الايتم واحد. يقول لي انت عايز تجمع ايه? اقول لان عايز اجمع اللي هو هنا كده وارجع الستوك. هدوس انتر. قال لي الايتم ده كام خمسة وثلاثين. تمام كده شباب? كده احنا عملنا ايه? اه اانتوا معي ولا ايه? سمعيني ولا ايه شباب? تمام. كده احنا عملنا ايه? خمسة وثلاثين. اه تمام. خمسة وثلاثين. هنيجي بقى في السيلز. ساعدني بقى عمر في الحتة دي. هنقول له ايه? يساوي. اه. اه. احنا بندور بس. ايو ما احنا عايزين نجمع بتاعت الايتم واحد وعايزين نجمع السيلز بتاعت ايتم واحد. سام اف. انت بتدور فين? اقول له انا بدور في خانة بقى السيلز. اقول له انا بدور هنا. كما. يقول له اتطور بايه? اقول له بالايتم واحد. ارجع تاني على السامري. وادوس على ايتم واحد. عد كده كما. يقول له انت عايز تجمع ايه? اه. اقول له انا عايز اجمع السيلز. ارجعت لاني السيلز واروح دايس ايه? على العمود كله. وادوس انتر. وصلت كده. ها. عايز اجمع. تمام. وصلت كده. تمام يا جماعة? تمام وصلت كده شراب ولا ايه? اتفضلوا. وصلت نعم. وصلت طوام. ماشي. كده احنا وصلنا. معانيا مش مانس معايش صدق قطع شوية. انا سامعك اوه. الاستوك بقى افيلابلتي. استنى ما نكتب بقى افيلابلتي كده. طه الاستوك افيلابل بقى بعد ما عملنا الحركة دي. ايوة افيلابل اهي كده. الاستوك افيلابل بقى نعمل ايه بقى? هنترح الاستوك ناقص السيلز. الاستوك اهو ناقص السيلز. وانتر. جاب لي ايه? خمسة وعشرين. وصلت كده. يعني نعمل الاستوك ناقص السيلز. صح كده? ايوة اهو هنعمل اهي دلوقتي اهو. ندوس يساوي الاستوك اهو. ندوس على الخلية اهي. ناقص السيلز هي. ندوس انتر. بس كده. ناقص مش زائد صح? اه ناقص اه ما عليش اعرف. يساوي ده ناقص انتر. ايه ده? ندوس انتر. ماشي. فكده اجاب لي ايه خمسة وعشرين. اي حاجة بقى هتتعامل هيساقه في الحدة دي. اهو ممكن نيجي هنا كده ونكتب ايتم اتنين. اهو كده نكتب اهو ايتم اتنين. قال لك ان ايتم اتنين انت بعت منها عشرة. وبعتها يوم تلاتة تلاتة عشرين اربعة وعشرين. تمام كده? هنيجي بقى السمري هنا لما نيجي نكتب هنا ايتم ايتم. اهو ندوس كده كنترول سي كنترول في ونغير دي ايتم اتنين. وهنعمل ايه في دولة? هنسحب المعادلات دي كده. وصلت ولا لا? اه. نحن نسحب المعادلة تحت كده ولا ايه? فاكرين الحركة دي ولا? اه 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 اه. فاحنا هنعلم على التلاتة دولة كده وبعد كده نسحبهم مرة واحدة. فكده قال لي ايه? قال لي ان السيلز هو باع منها عشرة. لكن مفيش منها ستوك. اه. فجاب من الناس. ايوة صح ما اي صح يا فعلا صح. فهنيجي نقوله ان ايتم اتنين ده. ايتم اتنين ده. دخل منه تلاتين. يوم كام? يوم اربعة اربعة عشرين اربعة وعشرين. فعندما نيجي نرجع للسامري قال لك ايه? ان ايتم اتنين دخل منها تلاتين اتبع منها عشرة اللي فضل فيها عشرين. تمام. حلوة كده يا الزمر. بس تمام. انا كده. كده اتزبطت شوية? اه ازبط ما عندي. انا كده اعايز اقولك انت 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 اسمت التلات شيتات على مثل انورتك الشيت اللي انا عامله يتوه بلاد. يتوه بني ادمين. انا هون تحت امرك. انا هون. كده الدنيا وصلت شوية. كده الدنيا وضحت اكتر. اه اه كده يعني اروة. بص بقى بص بقى تعمل ايه بقى? في لقطة احسن بقى احسن. ممكن تعمل ايه بقى? تقول له تقول له. انا عايزك انا عايزك تجيب لي على الايتمز دي. على الايتمز دي. لما تقل عن رقم معين تعمل لي نور احمر. فهما خالد الحتة دي خالد? خالد? اسمع بقى اللقطة اللي جاية دي حلوة. اسمع بقى دي. انا عايز اقول لما الارقام دي تقل عن عشر قطع اعمل لي لون احمر. فاكرين نعمل لون احمر ده ازاي ولا? اه. اه نعملها منين? انا علم عن الزفن. انا علم عن السلو هندوس على ايه? على ايه? على ايه? على ايه? اللي ايه من تحتها. اللي ايه? بص يا شباب. لا 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 مش كده. بص يا عمر اسمع الحتة دي يا عمر. احنا هنعلم على الستق دي. هنعلم على العمود كله كده. ونقول له ايه? اعمل لي على لزان عشرة. ركز بقى. ايه اللي حصل هنا بقى عمر? هنا لما سمعني عمر او لا? معاك معاك يا بشباب. السلزة هنا كام دي عشرة. لو بعت منها عشرين هيبقى تلاتين. اه بص بقى هنا. لما بيع من الايت الموضن دي. ايه. عشرين بص ايه اللي حصل هناك بقى بص عليك يا بص نورت احمر. اه. قال لك ان كده خد بالك الستق افيلابل ده قال لي من عشرة. فكده نورت. اه. انت فاهموا? فاهم الحتة دي ولا? اه 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 انت عملت اه اه صح. ايوان فخد بالك الموضوع كده نور. احنا ممكن بقى نعمل ايه? يعني نشيل دي كده نشيل دورك كده. ونخليهم على الاتنين دورك كده. يعني نعلم على اللي موجودين. قال لي خد بالك. دي كده نورت. فانت كده محتاج لك تزود الستق. فاضل كده خمسة منها. وصلت كده عمر. تمام يا هندس. حلوة جدا كده? تمام تمام. تسلم ايدك. تحت عمر تحت عمر. اه يلا بينا بقى شباب بقى نشرح بقى النهاردة. الحاجات اللي احنا جايين نتكلم فيها بازن الله بازن الله. اه تعال كده نمسح بقى ده كده. انا بص يا عمر انا ممكن ابعت لك الشيط ده كده عشان ايه? لابدان يا مقطع مش عارف ليه. انا حاسن ان موضوع مش مش مريح. يعني حاسن ان. انا نتجي قطع شوية بس انا سامعك بس نتجي قطع شوية. انا مش عارف في ايه يعني انا حاسن انت كده مش مزبوط بس ان شاء الله ان شاء الله يتزبط. بص يا شباب بقى. النهاردة احنا جايين نتكلم عن حاجات حلوة جدا 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 في مجال واكسل ومجال البرمجة عموما. مجال البرمجة عموما. البرمجة بقى بيقول لك ايه بقى? بيقول لك ان في حاجات اه لو وقفت قصادك تعمل ايه? وصل الك 하겠습니다 شباب. لو في حاجات وقفت قصادك تعمل ايه? لو في حاجات اه اه مش عايز اه لو مسلا انت مسلا عامل اكتر من حل وعايز اي حل منهم يزفط. نعمل ايه? بص يا شباب. معادلة من المعادلات اللى موجودة في كل لغات البرمجة وكل لغات البرمجة بتمشي عليها. معادلة F. F If. ايه بقى معادلة F dى بقى بتعمل ايه? بص بقى. معادلة F dى بتعمل ايه بقى? بص. معادلة F ان انت بتقول له بص يا عامل حاج. انا هتضيك شرط. بقول ايه مسلا? اقول له انزل روح لي عند البقال. تمام? طب لو رحت اعمل ايه? اقول له لو لقيت البقال فاتح? او لو لقيت البقال اشتري لي منه لبن. قال لي طب لو ما لقيتش لبن اعمل ايه? تشتري لي جبنة. طب لو ما لقيتش جبنة اعمل ايه? فاهمين قصلي? فاهمين الفكرة ماشية ازاي? ان انت بتدي شرط لل اه اه هقولها لك ازاي? ليه في الاكسل? بتقول له مسلا اعمل لي الشرط ده. طب لو الشرط اتحقق يا عم محمد هنعمل ايه? طب لو الشرط ما اتحققش هنعمل ايه? فاهمين قصلي? سمعين يا شباب او لا? تمام? ماضي لو بش مهندس. فهي بقى الفكرة في كده. اللي هو ايه? لو الحاجة اتعملت اه لو الشرط ده اتحقق ليه? طب الشرط ده ما اتحققش. ليه برضو? فاهمين قصلي? هي دي الفكرة بقى. هو ده بقى اللي انا جاية اشرحولكم النهاردة. معادلة اف يا شباب من المعادلات المهمة جدا 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 في الاكسل. وسدانيا عمرو وسدانيا خالي وسدانيا علي. هتحتاجوها هتحتاجوها بدون ادنى شكل. تعال بقى هنا. هقولك ليه دي الوقت? بص دلة اف. دلة او معادلة او فانكشن. التلاتة كلهم او فورميلة الاربعة دولة اسمهم برضو بيدوا نفس الكلمة اسمها معادلة. الدلة اف او الدلة اف من الدلات الاكسر شيوعا في الاكسل. وتطيح لك اجراء مقارنات منطقية بين قيمة بين قيمة ما وما كنت تتوقع. ولذا يمكن ان تكون لعبارة اف نتيجتان. النتيجة الاولى ازا كانت مقارنة ترو. والنتيجة الثانية ازا كانت مقارنة او اللي هي ما تحققش. تعال كيان بص على دي كده. بص كده يا عمر. بيقول لك ايه اف? لو بي تو اكبر من تمانين. ده كده الشرط. وصلت كده عمر? ده الشرط او. فبيقول له ايه? طب لو اتحقق اللي هو فالي افترو. قال له ادي له جد. طب لو ما اتحققش قال له ادي له باد. فاهمني? قال له لو بي تو. نعم? ايوما هي كلها برمجة صدقني. بص بي تو اللي هي تمانية وتمانين اهي. بيقول له لو هي اكبر من تمانين ادي له جد. طب لو لا ادي له باد. بص افا دي. دي واحد وستين. فدي اقل من التمانين. فاخدت ايه? فاهمين يا جماعة? وهكزا. بصوا ده شكل المعادلة. اسمها الشرط اللي هو والفاليو افترو لو الشرط اتحقق. والفاليو اف فولس لو الشرط ما اتحققش. وصل الكاشة بب. نكمل. ها نكمل الشرط اللي ايه? نكمل. تمام. كويس اوي. فبيقول لك دي المعادلة هي شكل المعادلة اهي اسمها اف واللوجيكال تست ايه. يعني اول ما تفتحها هتلاقيها بالمنظر ده. مكونة من تلات اركان. اللي هو اللوجيكال تست اللي هو الشرط. يعني من الاخر انا عايز الشرط. ويه? ولو الشرط اتحقق. ولو الشرط ما اتحققش. وصلت كده? يلا بينا. ممكن الاشيط او الكسيل ده برضي. بعتين على الواتساب صح كده? اكيد طبعا اكيد اكيد اكيد. خير ما تقول اكيد. تعال كده نبص هنا كده. بص كده دعال نكبر كده الكلام ده كده شوية. مش رح لك كده حاجة بسيطة او. واليكون انا هقول له مسلا ان هنا رقم عشرة. تمام? وهاجي هنا كده. تمام? وارح اقيل له ايه? اقول له يساوي. زي ما احنا قلنا كده قبل كده عمر ان اي معادلة في الاكسيل بتبتدي بكلمة يساوي. او بتبتدي قصدي باوبريتور اسمه يساوي. اف اهي. بص اول ما فتحت اف ظهر ايه? قال لك انه اللي هو الشرط. والفاليو اللي هو لو الشرط اتحقق. والفاليو اللي هو الشرط لو ايه ما تحققش. وصلت كيا يا شباب? هلو? تمام تمام. فبقول له ايه? ده الشرط ده الشرط. ولو الشرط اتحقق. ولو الشرط ما تحققش. فارح اقل له ايه? دي بتقول له ايه? بنقول له لو ده بيساوي عشرة. وصلت كده. اذا بصوا دي لسه مقفولة. لما دوس كومة. كومة هي? دي تفتحت هي. طب لما دي تساوي عشرة. لما الخلية دي تساوي عشرة. اللي هي سي سري دي. اقول له اكتب لي يس. يس يا جماعة اي كلام بيتكتب في المعادلات بيتكتب ما بين كوتيشن. يبقى شفت ته. ونكتب يس. شفت ته. يس. وبعد كده تروح دايش شفت ته تاني. خلاص? يبقى هي ما بين الكوتيشن دي يا شباب. شايفينها? تمام. تمام. وبعد كده ندوس كومة. طب لو لأ. طب لو لأ. نقول له. خلاص? يبقى ونقفل وندوس قال لي عشان البتاع دي او الخلية دي اصد رقمها عشرة. اذا صح ولا غلط شباب صح ولا غلط عمرك. طب لو انا كتبت مسلا خمسة. ايه اللي هيحصل? شباب. بس دي بفضل لو كتبت خمسة وادوس كده كتب لي وصلت كده. فمن الاخر ان انا. ليه اللي هو الساوي. نعم. انت هو عشان هو تقل من عشرة صح? بزا. لا مش قل من عشرة. مش بتساوي عشرة. انا قلت يساوي عشرة. يساوي اهي. فلازم تكون. مش بتساوي. فلازم تكون بتساوي عشرة. تمام. وصلت كده شاباب اللقطة دي. فانا ممكن اقول له ايه بقى. طب لو انا كتبت عشرة. هتبقى يس. طب تعال مسلا نكتب هنا وليكم مسلا محمد اهي. اه. فبقول له مسلا ايه? نعم. اف. هل الخلية دي. ادوس على الخلية اهي. بتساوي. محمد محمد يا جماعة لازم نكتبها ما بين ايه? ما بين كوتيشن. شفت طه. واكتب محمد اهي. وصلت. وقفل الكوتيشن. طب بقول له ده كده الشرط. اللوجيكال تستهي. لو سي ستة بتساوي محمد. وصلت كده. ازن ازن. يبقى ايه? يبقى يس? صح ولا غلط? يبقى يس. وقفل الكوتيشن. طب لو لا. اللي هي فاليو اف فولس. طب لو الشرط ده متحققاش عم محمد نقول له ايه? نو. ونقفل كده الكوتيشن. ونقفل قصد الكوتيشن مع كان نقفل الكوتيشن وندوس انه. قال لي فعلا ان الخلية دي بتساوي محمد. طب لو كان جددت عمر. قال لي نو. لان الخلية دي المفروض تساوي محمد. فاهمين ازل شباب الحتة دي? الحتة دي بقى يعني هنقيس عليها حاجة كتير اولي. وصلت كده شباب ولا ايه? يلا بنا. نخلي شدة كده ونفتح على سيمبل اف ايه. بصوا بقى تعالى نكبر كده الكلام شوية عشان يبقى باين اكتر. بص بيقول لك احنا عندنا النام والسيلز والتارجد اتشيل منه. بيقول لك ان محمد ده تعالى كان انه ظهرها كده ايه? محمد ده عامل مئة الف. واحمد ده عامل مئة وخمسين وابراهيم تلتمية واسماعيل تلتمية وخمسين. والتارجب بتاعهم بيبقى ايه? التارجب بتاعهم تلتمية الف. فهو بيقول لك ايه? احنا عايزين نعرف. هل الحد منهم جابت تلتمية الف? طب اللي جابت تلتمية الف فيما فوق. نكتب انه هو اتشيل. طب اللي لو اقل من كده. يبقى نكتب انه هو ايه? نوت اتشيل. ساعدني في دي عمرو ايه? نعم. بص. هنقول له ايه بقى بيساوي? ايه اي? ايه? نفتح كوس? اه. هنقول له هل ده? هل الخلية دي? ايه? هل الخلية دي اكبر من او تثاوي? اكبر من او تثاوي? لازم الاتنين. اه. التلتمية الف? لا اما قدها لان ما اكبر منها? مش فيه ناس بتعمل اوبر اتشيب يا عام? مش فيه ناس بتجيب فوق تلتمية الف? اه مظبوط. بزر. فبنقول له ايه? هل لو دي اكبر من او تساوي الخلية دي? ازا? ازا بقى له ايه? دي كده عملنا الشرط اهو. بنقول له ان دي اكبر من او تساوي دي. نعم? نعمل شفت طه? لا 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 مش شفت طه. اهو ممكن نكتب يس صح ممكن نكتب يس اهو نعمل كده ايه? اوال ايه? فضل اقولي. مش مانسة اوال ايه 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 دي اعني شرط ايه? اني شرط? مفيش اني شرط ما انا بقول له دي. اسمع. اه. انا بقول له ايه? اف ايه? بقول له هل الخلية دي? انا بدوس عليها البي تو اي. لا اكبر من او تساوي ال اي تو اي. تمام? يعني بقول له هل الخلية دي. انا. نساوي الخلية دي. اذا اروح دايس كومة. بقول ايه? طب لو اشترت اتحقق نكتب ايه? انا نقول له يس. نقول له يس. صح كده شرب? طب لو لا اه. ام. نقول له نو. صح كده شرب ولا ايه? طب طيب. وقفل الكوس ودوس انتر. قال لي نو. ايه? نعم. شباب انت سامعيني صح? صح. صح. بصوا شباب ايه الشبكة وحشة جدا جدا جدا. فمعلش معلش. 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 لا 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 الشبكة. انا هرسطر بس البرنامج. انا هرسطر قصد البرنامج وهكلمكم تاني. اه. هو اترسطر لوحده. سبحان الله. سمعيني. انت كده سمعيني يا عمر سمعيني يا خالد? سمعيني كده كلكم صح? اه مش مانس. معلش كده خليكو بس معي عشان بس انترنت لو فصل ابقى عارف ان انتو معي. معلش شناسب. فكده هيبقى ايه? اه كده هيبقى لما احنا عملنا كده ان البي فور اه بتساوي ايه? فخلينها اكسلانت. ولما خليني البي فور برضو نفس هي هي نفس الخلية. بتساوي اه بي يبقى جود. ولما خلينيها برضو نفس الخلية. بتساوي سي يبقى ساتسفاكتوري. غير كده يبقى بور. تعالا بقى نراجع بعد كده. الدي بور. السي ساتسفاكتوري. ايه اكسلانت. ال ايه تاني اي تاني اي تاني. ال بي جود. احنا كده مش يتصح. اقول ايه? تمام. كده وصلت دي الحتة دي. ولا تحب ان اعيدها ثاني? نا لا تمام. تمام. بس اكتت مسألك بش معنس انت جيت قفلت التلاث اكواس في الاخر واربعض. يعني قفلت الواحد اتنين. او 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 اولي هل لك هيا كده. او ا ايو اهي دي. هي كنا كده. كنا اخرنا ووصلنا حد هنا. ايه وعملت تلاتة اكواس واربعة. اقفلت تلاتة اكواس. اتنين تلاتة. مش جيد بعد كل او كل معادلة اقفلناها. بالزبط. احنا كده اقفلنا تلات اكواس. خلاص كده. تمام. بعد كده ان واحدة يسين دابل كليكة هي عليها. هتنزل كلها. وصلت كده يا شباب. تمام. تعال بقى نخش بقى على دي يا جماعة اسمها 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 جوه اسمها اف المتدخلة. تعال كده ننزل هنا كده. اسمها اف المتدخلة. ويكسب بها دالة اف داخل دالة اف اخرى. وهذه الصيغة تطيح لك اختبار العديد من المعايير. وزادة عدد النتائج. اهي بصوا. شايفين معادلة دي يا نهر بيقى. بصوا معادلة دي. وصلت كده يا شباب. اسمها اف المتدخلة. بصوا اهي. اف لو اكبر من او تساوي تسعين ازا ممتاز. لو اكبر اكبر من او تساوي تمانين ازا جيد جدا. وهي كزا. بصوا قد دي. شايفين معادلة دي يا شباب ولا ايه? اه علي. طمعين? فهمين? هو وديب يستخدموها تقريبا في الكنترول بتاع النجاح والرسول. ايوان ايوان تعال اتعال اي 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 اهي اهو. اهو الله. اهو الله. اي رأيك عمر. اجرد فيها ممكن رسالة واحدة. ده حقيقي فعلا الغلطة بفورة عشكا بيعملوا تظلم. بس هنعمل بقى لأ لأ مش تظلم. احنا ممكن نعمل ايه بقى? احنا ما انت بتعمل تست برضو عمر. ما انت مش بتعمل كده وخلاص. فاهم قصدي? ما انت تعمل اكتر من مرة في تست. تعدى بقى دي. لو في حاجة انت محتاجة منه قولي ويش اهي مشكلة ايه. طعم كاش باب? طعم كاش باب? يلا بينا? يلا بينا. بص بقى جماعة. احنا بيقول لك بقى ايه? احسب نتيجة كل طالب. علما بانه يكون ناجح ازا كان ازا كان درجته اكبر من او يساوي تلتمية. ويكون راصب ازا كان اقل من ذلك. يبقى ناجح لو اكبر من او بيساوي تلتمية. راصب اقل من كده. يلا ايه رأيكم? تساعدني اخيرت في دي اخيرت بأي اذنك? يلا بينا. هندوس اف يساوي اف. يساوي اف. ماشي. ماشي. اه انت عاوز ايه راصب? المجموع طبعا. احنا بنقول له لو المجموع اقل من تلتمية هيبقى ساوي زيرو اه يبقى راصب لو اكبر من تلتمية هيبقى ناجح. ها? هنقول له ايه? يساوي اه. هنقول له المجموع ازا لو الخلية دي. دي كده. نقف على ايه? لو اكبر من او يساوي. ايوان تلتمية. تلتمية. ازن يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى راص? يبقى ناجح بقى. اكبر من او يساوي. اكبر من تلتمية يبقى ناجح صح. يكون ناجح تمام? هنكتب كده يبقى كده ازاي شفت طه ونكتب ناجح اهو. بنعمل كاشف طه. بعد كده كمع. طب لو لا اه. لو اصغر بقى من تلتمية نعمل ايه? يبقى راصب. نعمل كاشف. يبقى راصب. اهي. راصب. تمام? وبعدها نقفل الكوس. وندوس انتر. وندوس دابل كليك. او هنجح اكبر من تلتمية خمسين صح? اه بصوا متين ستة وتسعين ده راصب. ليه? لان اصغر من تلتمية. ده تلتمية ده متين تلتمية يبقى راصب. طب لو كتبت انا تلتمية ايه لا يحصل? اه? ناجح. صح ناجح. ان هو اكبر من او يساوي تلتمية. تمام. وصل الكاشفة? المشكلة بقى فين بقى? في التأدير. تعال بقى عشان التأدير ده كبير اوي اوي اوي. انا بوسع بس عشان نعرف نكتب. بصوا بقى بقى ايه بقى? تعال بقى عمل حاجة. ويكون راصب ازا كان اكلم من تلتمية. ويكون جيد ازا كان اكبر من او يساوي تلتمية وخمسين. لا من الشمال هنا. ويكون مقبول ازا كان اكبر من او يساوي تلتمية. ويكون جيد ازا كان اكبر من او يساوي تلتمية وخمسين. ويكون جايج جدا ربماية وخمسين وامتياز خمسة ومية 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 وخمسين فيما فوق اه تسعيدني يا خالد فيها نصغر دي كده شوية عشان نعرف نكتب اهي عافية صح انا بنصغر من هنا من هنا في حاجة اسمها زوم بنكبر ونصغر فاعمين? يلا بي نعم خالد? يلا بيش بص احنا نبتدي الاول بالاصغر من انا بيحب الاصغر من يعني كل ما يكون اصغر من حاجة نديله نديله حزب يعني بنقول له ايه? لو اصغر من تلتمية يبقى راصب ولو اصغر من تلتمية اه لو اقل من تلتمية بقى راصب ولو اقل من تلتمية وخمسين يبقى مقبول وهكذا تعال بس الموريك الاول هنقول يساوي اف اول حاجة نشوف الاول هو اذا كان راصب ولا ناجح يبقى نقول له ايه? لو المجموع ده اقل من تلتمية صح كده? اذا اذا راصب لو اقل من تلتمية يبقى راسب صح? راسب. يبقى راسب. طب لو لأ يبقى النقل بقى الكومة اللي بعديها. لقى بقى احنا عايزين نكتب التقديرات اللي هي جيد ومقبول ومتياز. بس هنقول اف اهو. لا استنى هنقول اف اهي تاني. اف تاني يا خلي. خلاص? بقى شرط جوا شرط صح? اي شروط مش شرط واحد ده شروط. ايه. هنقول له ايه بقى? ولو دي. لو الخلية دي اقل من تلتمية وخمسين. مش احنا قلنا اللي اقل من تلتمية يبقى راسب. واللي اقل من تلتمية وخمسين يبقى ايه? يبقى مقبول. يبقى مقبول. ليه? لان بيقول لك المقبول ازا كان اكبر من او يساوي تلتمية. والجيد ازا كان تلتمية وخمسين. يبقى ما بين التلتمية والتلتمية والتلتمية وخمسين يبقى ايه? مقبول. فهمين قصدي? فهو بيقول لك هنا ايه? اقل من تلتمية. وهنا اقل من 350. فهنا ما بين 300 و 350 يبقى ايه مقبولة. كمع. فاهمت كده خالد ولا عيد من اول تاني. هيا شباب. ايو ايو باشا عاك. انتو فهمت وفهمت كده عمرو لا. تمام. انت فاهم اللي انا بقول فيه. احنا قلنا ايه لو قال من 300 يبقى راصب. طب ولو قال من 350 يبقى كده ما بين 300 و 350. فاهم انت قصدي ما المقبول ما بين 300 و 350. فاهم كان الكومة تاني. كومة. اف تانية. لو دي اقل من كم من اللي هيجي ساعدني? لو دي اقل من من 300. لا. احنا قلنا ايه? ركز بها في الحدة. احنا بنقول ايه? ان مقبول من 300 ل350. جيد من 350 ل450. جيد جدا من 450 ل 550. هقول لك استاني. لا استاني هقول لك انا. هقول لك ايه? احنا كده ماشيناها كده بالراحة. احنا بنقول ايه? لو اقل من 300 يبقى راصب. ولو اقل من 350 يبقى مقبول. يبقى اقل من كم من 550 يبقى جيد. يبقى اقل من 450 يبقى جيد. يبقى لو دي اقل من 450 اذا جيد. طب لو لأ يبقى نعمل الف تانية. لو اقل من كم? خمسمائة وخمسين. يبقى من ربعمائة وخمسين وخمسمائة وخمسين يبقى ايه? جيد جدا. اقل من خمسمائة وخمسين. اذا جيد جدا. طب لو لا. يبقى فيقى خمسمائة وخمسين على طول يبقى امتياز. احو? امتياز. انا اطرحة تاني عشان تبقى عارفين. بصت كده عمري الحتة دي. احنا فتحين كده كم كوس? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. خدت بالك. اربع اكواس اهي. انا فينهم اربع اكواس في الاخر واربعة. ايوا ايوا اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. ودوس امتر. وندوس دوبل كوتيشن. تعال بقى نشوف بقى اللي احنا عملناه ده صح ولا غلط. وبعد كده هدهولكم من اول تاني. بصوا يا شباب. طب دلوقتي هو ايه? ده ده هو ناجح بس بتقدير جيد. صح كده? طب تلتمائة سبعة وسبعين دي تقع فين? مش هو بيقول لك جيد من تلتمائة وخمسين وجايد جدا من ربعمائة وخمسين? صح ولا غلط? شايفين الحتة دي ولا شباب? ويكون جايد ازا كان اكبر من او يساوي تلتمائة وخمسين? ويكون جايد جدا ازا كان اكبر من او يساوي ربعمائة وخمسين? يبقى الجايد ده من كام من تلتمائة وخمسين لربعمائة وخمسين? صح ولا غلط شباب ولا ايه? صحة مش ماني الصحة. انتو معايا ولا ايه? لا انتو نمتوا. او انتو سكتو. انا بحضرتك والله. لا 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 لا. لا بص بص. اه بس ممكن ناخد راسي يعني شوية. لحظة بس انا اشرح دي بس. اشرح دي وانا كده تحت امركم. بس خدوا بالكم انت. المقبول بص يا جماعة. الراسب اقل من تلتمية. كده تمام? كده تمام? تمام تمام. المقبول بيقولك لو تلتمية. والجيد من تلتمية وخمسين. يبقى المقبول من كم لك? يا شباب. تلتمية وخمسين? بالزبط ما هو المقبول اهو. مش هو المقبول قالك من تلتمية. والجيد بيبتدي من تلتمية وخمسين. يبقى المقبول من تلتمية لتلتمية وخمسين ولا ايه شباب. مظبوط. انت وصلت كده يا خالد ولا ايه? الدنيا كده وصلت. وضحت دلوقتي. اه. الجايد من 350 الجايد جدا بدايته من 450. يبقى الجايد ده من كامل كامل. الجايد ده من 350 ربعمائة. ربعمائة. ربعمائة وخمسين. ما انت 250 ربعمائة. ايوة صحة ولا ايه? ايه اجرعان في ايه? انت كده كويسين ولا ايه? انت كويس عبا. لا الدنيا كده وضحت شوية بلا لا. اه بط يبقى بنعيد من الاول. اهي كده تعالى كده عشان بس ايه؟ عشان بس تفهموا الحتة دي. لمسح دي كده. احنا كده وصلت الى حد ما شوية صح? خليكم بقى افتحوا كده المايكات كده معايا معلش عشان بس ايه نتكلم في الموضوع ده شوية. نقول بيساوي. ايه اول حاجة هنبتدي نخس فيها اللي ايه ايه تعالى بس نصغر دي كده شوية. نجيب هنا كده ايه. نقول له ايه? اف. بقول له ايه? هل الخليق المجموع ده اقل من تلتمية? اللي هو ايه? بيقول لك ويكون راسب ازا كان اقل من تلتمية. شايفينها دي ولا ايه? ايه. تمام. اعنى بنقول له اقل من تلتمية? هقول له لو الشرط اتحقق اللي هو value of true. هقول له راسب. تمام? طب لو لا يبقى كده ايه? الشرط اللي هو فوق تلتمية بقى? او لو اقل من تلتمية بقى راسب. يبقى لو غير كده. فهمين اصل ايه? افتح اف تانية. هنفتح اف تانية. لو المجموع ده اللي هو ده اقل من كام? عشاني يبقى مقبول? ها? تلتمية وخمسين. الله عليك صح? الله عليك. يبقى كده ما بين تلتمية و تلتمية وخمسين. الله عليك انا انا بحب الحاجات دي. ايوة كده. ايوة كده. يبقى لو دي اقل من اللي هو ايه اللي اربعة دي? اقل من تلتمية وخمسين ازا ايه? مقبول. نفتح كوتيشن. اه سواني اي نفتح كوتيشن. مقبول ايه. مقبول. طب لو لا اه? ها? اف اف تانية صح كده. هندوس على المجموعة اهو. ندوس على ديك. اقل من كام? ها? اقل من ربعمية وخمسين. اهي تعال نشوف ايه كده. اقل من. خمسمية وخمسين? لا يبقى اقل من صح. ربعمية وخمسين. ربعمية وخمسين عشان. من تلتمية لتلتمية. من تلتمية وخمسين لربعمية وخمسين. اه صح كده. يبقى دي اقل من ربعمية وخمسين. ازا ايه? هتبقى جيد. هلو? ايوة ايوة. هتبقى جيد. اهي كده? هتبقى جيد. جيد. بعد كده كمع. وهناعمل اف ايه تالتة. ها? لو المجموع ده اقل من كام? ها? يبقى مائة وخمسين. اه خمسمائة وخمسين. خمسمائة وخمسين. جدع كده ايوة كده. خمسمائة وخمسين. يزا? يبقى جيد جدا. يبقى جيد جدا. بعدها متياز. كمع. طب لو لأ بقى غير كل دولة. خلاص انت كده مش محتاجين نفتح اف تاني. ايوة يبقى كده نعمل امتياز على طول. يبقى امتياز على طول. امتياز ايه. ونقفل الكوس كده واحد اتنين. بصوا كده كم كوس بصوا عشان تشوفوها ايه. شوفها كده عمر. ايه. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. خلاص كده? يبقى نقفل الكوس اهو. ندوس. اخدر موه. اتنين تلاتة اربعة بصوا. ندوس انتر. تعال بقى ناكد بقى ونشوف الكلام كده بتاعنا كده صح ولا غلط يا خالد. ايه رأيك? مزبوط. تعال كده مقبول. جاب تلتمية خمسة وعشرين. هل تلتمية خمسة وعشرين دي مقبول? مقبول. ما بين من تلتمية لتلتمية وخمسين ده كده مقبول صح. يبقى ده تلتمية خمسة وعشرين يبقى كده صح. نعمل على دي كده. اه. كنا مفروض نحط جنب اه اصغر من اه اكبر من كنا مفروض نحط دي ساوي? دي لو اكبر من احنا عملناها اصغر. اصغر من احنا عملناها اصغر. طب تعال نشوف. طب لو انا كتبتنا تلتمية تركزوا. طب لو انا كتبتنا تلتمية ايه لا يحصل? ها? ها? هل سنو دوس انتر? ايه لا يحصل لو كتبتنا تلتمية? شباب. ايوة. دوس انتر. ايوة انتم متخايلين ايه قبل ما دوس انتر? مقبول. مقبول صح كده لان احنا دي من تلتمية لتلتمية وخمسين ده مقبول. صح? صح كده. طب امتياز خمسمية وخمسين. طب لو كتبت هنا الف. ايه لا يحصل? امتياز برضو. امتياز. لان قال لك ده امتياز من خمسمية وخمسين فيما فوق. يعني فاهمين قصلي? يعني لو اجاب اي درجة تانية هو كده كده امتياز. فاهمين قصلي? طب عايزين يشوف جايد جدا. جايد جدا كام من ربعمية وخمسين اللي كام? لخمسمية وخمسين? طب انا عايز اكتب هنا ربعمية وستين. هلا يحصل. جايد جدا. جايد جدا. فاهمين اصلي ايه? اه. لو انا كتبت مسلا هنا ربعمية وخمسين بالزبط. جايد جدا برضو. فاهمين اصلي يا شباب? ماشي. تمام كده مفهومة. كده المعادلة كده مزبوطة. صح. صح كده. نعم صح كده والله يا شباب. لان هي محصورة اصلا بين اف و اف فاوتوماتيكا تبقى بيساوي. اصبت كده ايوة كده ايوة انا خالد ما تقفلش المايك تاني. بص كده يا جماعة. واصلت كده يا شباب? واصلت يا شباب. يبقى احنا كده عملنا اف اللي هي اللي اللي بتكون بشرط واحد اللي احنا عملنا ايه شرط واحد بس اللي احنا قلنا ايه? هل ما بيعدي اجد التارجيت او لا? وبعد كده عملناها برضو بشارط واحد ازا كان لو مجموع ده اكبر من او بساوي لو اكبر من او بساوي ستين فناجح او راسب وهكذا. وبعد كده شرحت لكم الحتة بتاعة التثبيت اللي احنا بنثبت الخلية. فاكرين الموضو ده. اللي احنا بندوس اف اربعة. نستد اف اللي هي بيقول لك ايه? لو دي بتساوي ايه با اكسلنت لو دي بتساوي بيه با كذا. نستد تو اللي هي ايه? دي بقى متربطة ببعض يا خالد. ليه ايه? لو دي اقل من كذا واقل من كذا يديك ايه? نسب معينة. وصلت كده شباب? هم. تعال بقى ليه معادلة تانية. بص يا شباب. المعادلة التانية دي بقى عبارة عن ايه? تعال كده افتح لكم الكاميرا معلش. انا بحب اتفرج على نفس شباية. بص. المعادلة التانية دي انا بقول عليها بندور على ابرة في كوم اش. عمر. انت ممكن اكتر واحد تستفيد من الموضوع ده. معايا كده عمر? معايا كم اشبانس. بص. انت عندك المكان اللي انت فيه فيه كم دواء? يعني فيه كم ايتم? خمسة واربعين ايتم. خمسة واربعين ايتم. نفترض ان انت. متأسمين كل ايتم عشرين مقاس. يعني كم كل? خليلين خمسة واربعين. خمسة واربعين ده الكاتيجري ولا ده الايتم ركز? ده الكاتيجري. الكاتيجري اللي هو ايه? يعني مثلا دواء الكولور. يعني مثلا هقولك اسم حاجة اسمها موستانج مثلا. الموستانج ده فيه حوالي تلاتين مقاس. تلاتين مقاس? انا عايز حاجة افهمها. اه خلينا خلينا تقول خمسة واربعين ايتم. برودكت خمسة واربعين منتج. بص نفترض انت عندك انت مش في سيدلية صح كده عم? لا لا مستلزمات طبية. مستلزمات طبية. يعني مثلا نفترض اللي هو اه مثلا مستلزمات طبية تخص اللي هو العلاج الطبيعي. ومستلزمات طبية تخص مسلا اللي هو دوكت كاتر الاسنان. صح كده? ومستلزمات طبية مسلا. ومستلزمات طبية تخص ده كاترة البطنة. اهرب لك المسافات انا مسلا معي مستلزمات طبية تخص ده كاترة الهوعية الناموية. مستلزمات طبية تخص ده كاترة الاشياء الداخلية. مستلزمات طبية تخص. ليه لا ليه لا ليه لا نفترض ان انت عندك من البرودكت دي 45 مفروضين على كذا مقاس يبقى عندك اكتر من 300 حاجة تحت بعض اللي هو الايتم خلاص كده 300 ايتم و جيت انا اديتك خمسة او او مش 300 و جيت اديتك ايه خمسين قلتلك انا عايز بيانات الخمسين دورك كله انت بتعمل ايه بتروح مسك ايتم ايتم وتدور عليه تجيبه وتروح حاطة الحاجة جنبيه وتمسك الايتم التاني تروح مدور عليه في الجدول الكبير اللي عندك وتروح جايب البيانات بتاعتي وتحطها جنبيها صح او غلط مزبوط صح كده ام اه طب بص كده وراك هتلاقيني واقف او بتكلمك يعني انا اصد ايه اللي انا ما بعارف الشغل بيتماشي ازاي اللي اطبع اللي جاي بقى ايه ان انت بدل ما تدور عليهم مانيول تدور عليهم اوتوماتيك بحيث ان انت لما تحط الايتم يجيب لك كل الداتا بتاعته اه حلوة دي حلوة طب حلوة جدا ده اللي احنا جايين نتكلم فيه خالد انت معلش انت مجالك ايه معلش اه مهندس مدني مهندس مدني قولي كده مثلا عندك ايه كتير عندك ايه في جداول كتير اه عندي ايه كتير عندي مثلا بس دي كلها رسومات مسؤول عن بني قدمين مسؤول عن بني أدمين اه طب ما تخليها رسوماته عندنا طيب سوف في مسهل رسمة معماري رسمة انشائي رسمة هل انت مسجلهم على اكسل شيت؟ اه قدي ايه؟ يعني كده ايه كتير مثلا؟ يعني افترض مثلا؟ حوالي ستاشر طيب ستاشر طيب، بص انا اقولك على حاجة فانت لما بتيجي تدور على طيب منهم بتعمل ايه؟ بتروح ماسك الاسم تدور يعني مثلا عندك بيانات الطيب ده كله اللي هو مثلا وحاجات كده كتير انا ممكن مكونش فاهمها فانت بتقول ايه؟ لو مثلا ادك مثلا واحد يقولك ايه انا عايز مثلا الطيب ده الديمانشن بتاعه والاسم والرقم التليفون واي 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 وحاجات كده كتير يعني فانت بتمسك الطيب ده تعمل كنترول اف وبعد كده كنترول في تعمل فاين دي يعني وبتجيب الداتا بتاعته من على الاكسل وتحطها جنبي صح اوالله غلط؟ صح النهاردة بقى انا جاي يحكي لكم على حاجة اسمعني بقى علي بقى في اللقطة اللي جاية دي النهاردة بقى انا جاي يحكي لكم على موضوع جامد جدا وهيسهلكم الموضوع جدا تعال نشوفه اللي احنا بنقول عليه ايه احنا بندور على ابرة في كوم قشي كبير قد كده تعال نشوف الموضوع ده ونشوف ايه لا يحصل هنقفل كده الكاميرا عشان يبقى الموضوع اسرع ونيجي عند الفي لوكوب بيقولك قعدة الفي لوكوب دي هي اكتر قعدة استخداما في الاكسل كله احد السمع عن الفي لوكوب دي قبل كده الفي لوكوب دي تستخدم للبحث عن قيمة تستخدم للبحث عن قيمة معينة في عمود من جدول وارجع القيمة ارجع القيمة دي يعني ارجعي جماعي اني بتجيب لك النتيجة يعني مقابلة من عمود اخر بصوا اركان او مكونات الفي لوكوب بيقولك ايه الفي لوكوب تكون من اربع حاجات اللي هي اللوكوب Value اللي هي الحاجة اللي انت بتتدور بيها التيبول الري انت بتدور بها فين؟ الي هو انت بتدور بها في اني حتة في اني جدول كولوم انت بتدور بها. في انه ق من الدين نتيجة اللي انت عايزها موجودة في عمود ايه. قال المعادلة ايه. بيقولك دي اول ش reward و بعدك او wear كما. بعد كده التيبول الري ده الي ب يقولك الجدول الانت بتدور فين. مش انتو عاندوك يا جماعة جدول مش انت عندك جدوى العامة. الجدوى الكبير. اللي انت بحطت فيه بابدأ باول حاجة باكتب ايه باكتب ايه بالزبط. ايه ايه استنى انا هوريك كل حاجة. هوريك كل حاجة ما تلاقش. دي الصيغة يعني انا بوريك بس الصيغة عاملة ازاي. يعني مكونة من اربع حاجات. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. شوفهم بعد الكومة. يعني دي واحد كومة اتنين كومة تلاتة كومة وبعد كده الاربعة. خلاص كده وصلت. تعال بقى نخش على. هو بص يا جماعة دي الاركان. يعني بيقول لك دي اللي هي اول واحدة هنا كده. بيقول لك انت بتدور بايه. ايه القيمة اللي انت هتريد بها البحث. التابل ده الجدوى اللي انت بتدور فيه وهكزا. تعال بقى نخش وهوريك اللي ننظر. بص كده شباب. تعال لك نوسع دي كده. وانضيق دي كده شوية. بص كده. هوريكم على حاجة كده. دي قريبة جدا جدا من شغلك. مش انت هناك عمري مثلا عندك تيبل ليه الايتمز بتاعتك كلها. اه. الايتمز كلها حطيتهم تحت بعض. وحطيت مثلا رقم الايتم وبيستخدم في ايه مثلا ده اوعية دموية ولا ما عرفش فيه. وحطيت لك مثلا البيعز بتاعه اللي هو السعر بتاعه. وحطيت مثلا اه وليكن السابلاير بتاعه مثلا او ايان كان. حطيت فيه شوية بيانات كتير قوي في جدول صح كده. فييجي مثلا واحد مثلا يجي يقول لك ايه انا عايز اعرف بيانات الاكواد دي. فانت بتعمل ايه. الطبيعي انت كنت ماشي بيه تدوس هنا كده وتدوس هناك الكوبي. وتروح مدور هنا كده. وتروح دايس على. اللي هي فايند اندر بلايس. صح كده. وبتروح دايس دي ودروح دايس مدور. صح? يقول لك الايتم اهو. فتاخده كده كوبي وتحطه هنا. صح? صح كده انا ماشي صح. بص بقى. هنا بقى لا بقى. هنا انت بتحط الداتا هنا وهو يجيب لك الكلام ده كله هنا. بصوا اواريكم بقى اللي هيحزن. بصوا شباب. الجدول ده عبارة عن ايه? كود العميل. البلد. رقم الفاتورة. قيمة الفاتورة. نسبة الخاصة. تمام? تمام. تعال هنا بقى بيقول لك ايه? بيقول لك ان هنا الجدول ده ايه? حوالي اربعين اربعين اه اربعين عميلي. وانا جايب لك كم عميل? هنا جايب لك ست عملة. بيقول لك ايه? بيقول لك انا عايز البلد بتاعتهم ورقم الفاتورة والقيمة وكيمة الخاصة. كيمة الفاتورة وكيمة الخاصة. انت ما عندكش اي بيانات تانية غير هو كود العميل بس. طب نعمل ايه? نعمل ايه يا صوص غالد? ايه? نستخدم بقى الفاتورة. هقول لك بقى نستخدم الفاتورة. نستخدم الفاتورة. لا الفاتورة. اه بص بقى. انت دلوقتي عندك كود العميل. وعايز تدور به فين? في الجدول ده. ويطلع لك من الاخر البلد بتاعته. تعال اكي نستخدم الفاتورة. هقول لك دي تعمل ايه? بص كده. هندول يساوي الفاتورة. انا معملها كده بشكل مبدأي. خلاص? ده بالكليك عليه. انت بتدور بايه? اقول له انا بدور بايه يا جماعة? بكود العميل صح? مش كده كود ان احنا عايزين ندور به? اه. انا راح دايس عليه كده. اقال للكود العميل اسمه ايه? اللي هو الخلية. على كي ندوس كمر. يقول له انت بتدور بها فين? التابل ده. اقول له انا بدور عليها. نعم? بقى كامل كامل كامل. اقول له بص. احنا طبعا احنا عايزين البلد بتاعت العميل البلد. فبيقول له انت بتدور بها فين? اقول له انا بدور عليها من اول كود العميل هنا لحد اخر الجدول. خلاص كده? يعني بدور بها في الجدول ده كله. تمام كده عمر? تمام كده خالد? تمام كده علي? تمام. بعد كده اروح دايس كومة تاني. يقول لي انت العمود اللي انت عايزه. فانهي اه آآ النتيجة اللي انت عايزها. فانهي عمود دولة هه? انهي عمود من الجدول ده. تبقى العمود بتاع الابلد بتاع polit. البلد مش احنا بندور على البلد. يبقى هنا. يبقى هنا العمود رقم كام? مش احنا بندور من اول هنا كده? ادي هنا واحد اتنين. واحد اتنين. وصل يقول لي انت عايز النتيجة بتاعتك تقريبية كده يعني حاجة كده متقربة ولا بالزبط اقول له لا انا عايزة بالزبط اللي هي اجزاكت دي تاني واحد دوس دابل كليك عليه وصل الكيه شباب وندوس انتر ايه اللي حصل ايه عمر اللي حصل جاب لي ان البلد الجيريا طب لما نجي نوفنا كده وندوس دابل كليك ايه ده ده جاب لي الاسامية الاسامية الدول طب تعاني تاكريبية نعم فضل ممكن بس نعيد الها بتاعت قبل ما تزور انا عيدها في رقم الفاتورة نفس اللي اعيد كل حاجة بص احنا عايشين هنا عشان نعيد استاذ عم علي وانا عيد لك كل انت عايزه انا تحت امرك انا خليه انا عايز اللي حصل ده يحصل في رقم الفاتورة ايوة طبعا وفي كيمة الفاتورة وفي الليلة كلها احنا عادية استاذ انا عايز بس في حاجة كده هعملها عشر دقيق بالزبط وارجع لك ممكن يعني حاجة كامل عادي ممكن نسمعها في الاعادة حاضح حاضح ماشي 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 مالفضل بص يا شباب بقى في ايه اللي هيحصل احنا عملنا الجيريا والكويت ويونيتد جروب وهكذا طب انا عايز اتأكد يا خلد اننا هنتأكد ازاي هناخد ده كده كوبي صح كده خلد مش ده ان احنا بنعمله تمام وهنجي نقف هنا كده ونعمل كنترول اف اللي هو بندور وندوس عليه كنترول في وندوس فايند او ننور او خدت بالك الجيريا الجيريا اللي هو الجزائر طب تعال نتأكد على ده مثلا يونيتد قرب ده كومة اه كنترول سياس دي ونقف هنا كده ونمسح دي كده وندوس كنترول في وندوس فايند قالك ايه يونيتد قرب خلاص كده وصلت شباب يعني احنا كده ماشيين صح صح ولا غيرت شباب صح صح طب تعال بقى ركم الفاتورة انا عايز ركم فاتورة العميل ده هنعمل ايه يلا عمالي يلا بنا يلا يلا يساوي يساوي في لوك اب في لوك اب في لوك اب ها هقول له انت بتدور بايه اسمع مخالي بقى لها دي انت بتدور بايه هقول له انا بدور بايه في لوك اب فاليو اقول له انا بدور بكود العميل صح؟ في كود العميل ندوس عليها بعد كده نعمل ايه؟ كومة صح جدا انت بتدور فين؟ في الجدول كل يبقى هنيجي بقى اخدوا بالكم لازم لما كود العميل تختاره يبقى لازم اول ما تروح عند الجدول تدوس على كود العميل اوعى تدوس على هنا يبقى تبتدي الاول بكود العميل اوكي؟ يبقى نروح من كود العميل لحد الجدول كله كومة وبعد كيانا يعمل ايه؟ ندوس ايه كمى. اه. بص بيقولك ايه الكولوم انديكس نمبر اللي هو ايه؟ ايه النتيجة اللي انت عايزها فقاني يا عمود. احنا عايزين نتيجة ايه؟ النكتل رقم الفاتورة. رقم الفاتورة. رقم الفاتورة ده رقم كم في الجدوة لخالد؟ رقم ثلاثة. صح. ادي واحد اتنين ثلاثة. صح. هنيجي النكتل باني ندوس رقم ثلاثة. هكيان ندوس كمى. بيقولك انت عايز نتيجة بتاعتك تبقى نتيجة تقريبية اللي هي true ولا بالزبط اللي هي false. اقول لا انا عايزها بالزبط. صح كده؟ اه. ونروح دايسين عليها ايه double click هاي. وندوس enter. صح كده هم خالد ولا ايه؟ صح. وندوس كده وندوس double click. وندوس عليها وانزل تحت. اه. تيجي نتأكد خالد؟ search. يالله ندوس عندك اللي هو اخره 180 ده ندوس control c. ونروح رايحين. هنا كده ونروح دايسين control f وcontrol v وندوس find. ده في ايجي بتاهو. قال لي ان الرقم الفطورة بتاعته اخيرها سبا. دوس control control f وcontrol a. v v عشان نعمل لسك هنا. او ندوس هنا كده. اه. هنا ايه بص كده ركز كده يا ام خالد. قال لي ان الرقم سبعمية تسعة وعشية اتنين وخمسين اهو كده. سبعمية تسعة وعشية اتنين وخمسين. كده احنا صح يا ام خالد? مية مية. كده انت تمام الدنيا كده ماشي معك شوية صح? زي الفل. زي الفل. قيمة الفطورة. ها? يلا يا مخالد. تمام. يلا يساوي. يساوي. ايوان. في لوك اب. في لوك اب. في لوك اب. اهي. مم. بعدها ندوس عليها دابل كليك ايه عشان نختارها. اهي. نعمل ايه? بعدين بندور في الجدول كله. لا استنى بقى. بيقول لك اول نمشي امشي في الاركان بتاعت المعادلة. بيقول لك ايه هنا? بيقول لك انت بتطور بايه? اقول له انا بدور بالكود العميل. تمام كده? اقول له انا بدور بايه بالكود العميل صح كده ولا ايه? بعدين كان يعمل ايه تاني? خش على التابل. كمى. 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 بص خب بالك. لأ طول ما انت واقف هنا كده هتلاقي دي زرق. وتلاقي كل دولة مش بينين. اول ما تدوس كمى هتلاقي دي زرقت. اللي بعديها. اللي بعديها بالزبط. تمام. نعم ندور فين? هقول له انا بدور من اول هنا كده الحاد هنا. خلاص كده? تمام. بعد كده نعمل ايه تاني? ها? اللي هي. نعمل كمى تاني. كمى? كمى? النتيجة اللي انت عايزها في انهي عمود في الجدول ده. ايه دي ايه قيمة الفاتورة يبقى في قيمة الفاتورة في الدي. اللي هو رقم كام? الدي. اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة ما احنا قلنا هو ان احنا لازم نديله الرقم بتاع رقم الناتج اللي احنا عايزينه. يبقى الناتج اللي احنا عايزينه في عمود رقم كامي عم خالد في العمود رقم اربعة. اربعة. وبعد كده كمى. ونقول له انت عايز النتيجة بتاعتنا تبقى اترو اللي هي تقريبية ولا فولس اللي هي مزبوطة? هنقول لا فولس. ندوس عليها دابل كليك ايه. ونروح داسين انتر. ونسحب المعادلة لتحت كده. والله ينور. كده احنا مزبوطة مش. كده احنا كويسين قبل. تعال بقى في حتة كده اخيرة كده عايزة ورهلة. بيقول لك ايه بقى هنا. تعال لك ايه نصغر دي كده. نسبة الخصم اللي اتلاحظ فاضية. صح كده? فاضية. وهنا بيقول لك ايه بقى? وهنا بيقول لك ان العشر تلاف جنيه عليهم اتنين في المية. والعشرين الف جنيه عليهم اربعة في المية. تفهم قصدي? دي رقم الفواتير. يعني من اول عشر تلاف لحد عشرين الف ياخد كم في المية عم خالب? هياخد كم? كمانتاشر. لا 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 خلص لا لا. تاني كده? من اول عشرة لحد عشرين. يبقى ياخد اتنين في المية. اه اتنين في المية ماشي. وعشرين لتلاتين هياخد اربعة صح ولا غلط شباب? صح. ما احنا نبقى ماشيين كده? يبقى تعالى بقى نعمل ايه بقى لقطة حلو قوي? مش احنا بنعمل هنا. ندوس يساوي. صح? وهنمشي المشآين العاب. مش دي كيمة الفاتورة? مم. واحنا عايزين ناخد عليها خصم. مش احنا عايزين ناخد على خصم اللي اتنين في المية دي. نحطها على كيمة الفاتورة دي. يبقى احنا هتدور بها عم خالد. بقيمة الفاتورة. صح? قيمة الفاتورة. يبقى ندوس لي ساوي. دي. انت بتدور بايه? اقول لنا بدور بايه? اقول لنا بدور بقيمة الفاتورة. ندوس عليها كده. وعاكيا ندوس كمى. يقول انت بتدور فين? اقول له انا بدور. في الجدول ده من هنا الهنا. صح كده? مم. كمى. يقول انت الناتج اللي انت عايزه في انهي في انهي عمود. ها? عمود الخير. عنهي رقمه كام? خمس. خمسة ليه? ايه. مش في الجدول ده اللي هو واحد اتنين. اما دي بقى الحتة دي بقى. بيقول لي بقى انت عايز الناتج بتاعك يكون. يعني اللي هو يكون تقريبي. ولا اجزاكت. اللي هو يكون مزبوط. هقول له انا عايزه تقريبيا. ها كده ندوس امتح. بصوا جاب لي النسبة كام? واحد من عشر. فانعايز خليها واحد في المية. نعمل ايه? نروح جاين هنا كده. وندوس عليها كده. هتعمل لكام? عشرة في المية. معك مش مانس. كده وصلت كده? حاضر حاضر. هشرح لك تاني كده هشرح لكم كل حاجات تانية. خلاص كده? ام. فكده انا قصدي ايه بقى? لان احنا لو مشينا بدل دي مشيحنا هنا في كل معادلة فيها فولس. فولس ايه كده? احنا نعملنا هنا ترو. لان لو احنا كنا عملناها فولس. الارقام دي مش اروح بشت? لأرقام دي. بصص كده هنا تلاتة واربعين الف. اقول لي كده تلاتة واربعين الف فين هنا هنا كده? مافيش. م 발هور اربعين الف؟ فيه اربعين الف. فحنا بنقول له ايه? هكلي الارقام بس تقريبيا. تقريبيا. ففاهمين قصد ايه? وبعلم كان بص دوبيل كليك ايه عليها كده جابتلي نسبة الخصم. فكده بقى قول له ايه قيمة الخاصمة تبقى ايه. اه هنا بقى بص بقى نسبة الخاصمة بقى ايا يا شباب بقى نسبة القسم هي. دي هنا بقى نجيب بقى نسبة القسم هي كمان. ستماع نسبة هاية نسبة مش قيمة. اهي نسبة نس 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 نس. نس بها. الله. مش عايز تكتب ليه? نس بها. نسبة القسم تبقى كده وهنا كده. هنيجينا نعمل نسبة الخاصم ازي قصة عمر. هنيجينا بندول شي ساول. حد يساعدنا يا جماعة. هندوس فيه لوك اب. يقول انت بتدور بيه? اولو انا بدور بالكود ده. يقول انت بتدور بيه فين? في التيبل ارى? اولو انا بدور فيه من اول العمود ده. اللي هو كود العميق الحاد هنا. بعد كده نرجع على المعادلة هي. يقول انت الناتج اللي انت عايزه فقاني عمود. هيا يا مخالد. اللي هو ده. اللي هو لا نسبة الخاص معه. اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة رقم وخمسة. لكده كومة. يقول انت عايز النتيجة مزبوطة ولا تقريبية? اقول لا انا عايزها مزبوطة. ندوس دابل كليك عليها. ندوس انتر. قال لي ان الرقم ده كام? اربعة مش عارف الرقم ده كام من مية. هروح جاي واقف عليه كده وندوس على دي كده. قال لي ان الرقم ده اربعة في المية. ندوس دابل كليك ايه? جاب للارقام ايه. وصل كده يا شباب. دي كده. تمام كده? عملوا تحديث من اول اعتقد الفين وتعاشر. اوفيس الفين وتعاشر او اوفيس واحد وعشرين. خلاص? عملوا معادل اسمها اكس لوكب. ممكن تبقى عندك او ممكن ما تكونش عندك. طباشا هو علي عاوز زياخد بريك خمس دقائق. حاضر ناخد بريك يا جماعة خمس دقائق. صح علي? صح صح كده. ناخد بريك وفيش مشكلة. ناخد بريك رجعنا كده كده معاكم وان شاء الله النهاردة هنقفلكوا حاجات كتير او في الاكسل. اوكي يا شباب? نعم. هو خير بس هو كل الحاجات دي اه تعتبر ادفانسد لان بشراحة انا في كل شغل يابل كده ما قبلتنيش الحاجات العالية دي. يعني انا. بس هتفيدك هتفيدك يا خالد اوى يا خالد. تفيدني طبعا طبعا. بس انا قصدي ده يعتبر ادفانسد يعني? ده بص ده يعتبر اللي هو بداية ده البداية. مم. يعني اللي انت كنت مشرح لي عليه. ده عالي قوي. يعني ده بقى من ضمن الحاجات العالية جدا. بس انا برضو هاديك نبزة عنه عشان تبقى وارده عالي. خلاص? انا تحت املك. انا تحت املك. انا تحت املك تحت املك. ان الربع دلوقتي ممكن نرجع وعشرة. عشرة? وعشرة ليه? ايه يبقى? لأ لأ. تلعونت خمس ده يا انا اتميت. انت اتميت. خليه عشرة جماعة. خليه عشرة بالزبط. ماشي? عشرة بالزبط ايه. انا اعمل بس خليكم على 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 زوم انا مش هقفل. ماشي. اتجا. كما انت اتجا. فى قال هذا المحcks اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة بعد كده اشتركوا في القناة 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 خالد حدد الخلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة زي فلتر اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه في القناة اشتركوا 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 في القناة يعني حرف. فهمت غاصدي? فهم هاهة. خدمة حرف سعش? يعني محار着 اربعة اعتشر. بزبط يعني مثلا اكتب مثلي كم بطاقتي مسلا ella وتسعة تنين زيرو اتنين زيرو اربعة زير واحد زيرو اتنين تمانية سبعة سبعة. توفقت احيان. تفاهم اين غاصدي? رقم الربعة تشار حرفي. كانت قبلي. طيب ان انا شلتها منها مسلا يعني魔س اتنين. بس ممكن نبقيت الفتوة دي تاني بس. تعال 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 نجمع تعال. من الاول. تعال نعملها من الاول تاني خالص اهي. وندوس اوكي. بص. انا دلوقتي تعال نكبر دي كده شوية. انا دلوقتي عايز تعال نشد دي كده شوية. شايفني كده خالد صح? بص. انا عايز في الخلية دي كده. الخلية دي. دي كده. لما اكتب فيها اه اه هو بيقول لي ادخل رقم بطاقة. انا عايز اكتب فيها رقم بطاقة صح. فاهم قصدي? ولا عايزه يكتب لي تلاتاشر رقم ولا عايزه يكتب لي اتناشر رقم والحاجات الهبلة دي. فاهم قصدي? فان اعمل ايه? سمعني? اه. يا علي. علي. اه. مع حضراتك خد. ماشي. هنعمل ايه? هنيجي هنا كده. متفضل يا بشوان. هنيجي هنا data data. data validation. وبعد كده نختار ايه? اه. دوس على دي كده ونختار. اللي هي عدد الحروف. خلاص? اهي كده. اه. بيقول لي ايه انت عايز بقى? ما انت عايز رقم بطاقة? رقم بطاقة كم حرف? اربعتاشر. اربعتاشر. فمش هينفع خليه قول لي between يعني ما بين كزا وبين كزا. لا انا اقول له ايه? equal to. بيساوي اربعتاشر حرف. تكتب هنا كده في اللنس. اللي هي دي كده اربعتاشر. خلاص? اه. اه. وندوس اوكي. لو كتبت هنا مسلا. واحد نين تلاتة اربعة خمسة. خمس حروف مسلا. دوست انتر. مش هتيجي. فاهم قصدي? طب لو انا كتبت مسلا واحد نين تلاتة اربعة خمسة سبعة تسعة عشر ادوش اتناشر اتقابل تاهم. طب لو انا زودت كمان واحد. مش هتتقابل. فاهمت قصدي ايه? ايه. لازم الاربعتاشر. لازم الاربعتاشر بالزبط يعني. فاهم قصدي? كمان. فاهمين قصدي? فاهم قصدي اه يا خالد هو اللي ايه? ايه طب تعال بقى نشوف بقى اللقطة اللي جاية دي يا خالد بقى بص بقى. سانية هو لي اه كتبها. لازم الاربعتاشر كده? اه. لا لا عادي انت ممكن تعملها من هنا كده هوم وتعملها دي كده النمبر. اه كده? اه 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 او كي. ماشي. هي بس بيعملك لازم الاربعتاشر ان الارقام كتيرة بس. تمام تمام. وصلت كده شباب? طب تعال بقى تعال بقى خالد بقى نعمل ايه? شفت انت الرسالة بتطلع دي? الرسالة دي انا عايز اعدلها. بحيس بحيس. ان انا عايز اقول له. يا فندم انت بتكتب غلط. يا فندم اكتب الرقم فاهم قصدي? يعني انت بتعمل حاجة غلط. فاهم قصدي? ما ممكن فيه ناس مش فاهم الرسالة بتطلع لها. فانعمل ايه بقى? بنبغني ايه. ايوة بالزبط. هنيجي هنا كده. data validation. وهنيجي عند الرسالة بتطلع غلط هنا. هنقول له ايه? خليها ممكن نختارها دي كده او دي كده مسلا. فاهمين الايه الايكون. فاهمين قصدي يا شباب? ونقول له خليها مسلا دي. الورنينج ده. ونقول له. رقم البطاقة غير صحيح. صح كده? ده 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 العنوان يا خالد. فاهم قصدي? ده العنوان. شعبني كده علي? اه. شعبني كده اهمين صح? رقم البطاقة غير صحيح. اه تمام. فانيجي هنا بقى في الرسالة نفسها نقول له ايه? من فضلك من فضلك اكتب رقم البطاقة المكون من اربعتاشر رقم فقط. ندوس اوكي. فكده بقى يا خالد بقى ايه اللي هيحصل? لو جينا كتبنا رقم زيادة هنا كده بص ايه اللي حصل? اه بص بقى رسالة. بقى. بص قال لك ايه? رقم البطاقة غير صحيح. صح كده او لا يا شباب? صح. قال لي من فضلك اكتب رقم البطاقة المكون من اربعتاشر رقم. فاهمين قصدي? وجاب لي اعلامة دي. وصلت كده يا شباب او لا? تمام. انا كمان ممكن اعمل على المسج اللي هاتي. ايه المسج هي ندوس اهي كده. ونقول له لا يعني خليها بكده. بحيس لما انت تزود. هيبص كده يخليك تعمل يعني لازم تكتب الاربعتاشر رقم. رقم بطاقة غير صحيح من فضلك اكتب رقم البطاقة المكاوم من الاربعتاشر رقم. وصلت كده. حلو قوي دي يا جماعة. تعال بقى في دي بقى. بصوا بقى يا شباب. احنا عندنا دلوقت فاكرين لما احنا عملنا قبل كده في data validation. اه قصلي في control formatting. اللي هي دي كده. اله الحاجات اللي هم مش احنا وقفنا هنا كده قبل كده. ودوسنا على دي. ودوسنا على highlight. وعملنا دوبلكت هنا. بصوا اللي حصل. شفت يا خالد دي قبل كده صحيح? اه. اعمل لي. اه اه اعمل لي. اه دوبلكتشن يعني ايه? عمل لي زي لون او الوان على الحاجات المتقررة. سعيد محمود. اه بص. سعيد محمود. سعيد محمود. سعيد محمود. سعيد محمد. سعيد محمد. فاهمين قصد ايه? طب انا دلوقتي بص كده خالد. طب انا دلوقتي عايز اشيل الاركام المتقررة دي. او القيم المتقررة دي. يعني دلوقتي انا عملت كده. فعمل لي ايه? دوبلكت. لقيت كم القيم? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. وهما في الاصل كام? هيبقوا اتنين. صح? مش هما اتنين متقررين? مش هو سعيد محمود رمضان وسعيد محمد سامي? دولت اللي اتنين دولت متقررين. اللي هو سعيد محمود رمضان وسعيد محمود سامي صح? بزبوط. انا بقى عايز اشيلهم اوتوماتيك. يعني بحيث لما هما يشوفهم يشيلهم. تعلم قصلي? هنيجي نعمل ليه بقى? هنيجي نروح معلمين على الجدول ده كله كده. خلاص كده? تمام كده شعر? طب ايش. وهنيجي عند كلمة data وهنيجي عند كلمة حاجة اسمها هتلاقي عندكم. وهندوس عليه. وهدوس عليه. قال لي من كل دولت اقول له اه من كل الجدول ده. لان انت لو شلت من اسم الموظف بس هيترحل لك قيم وساط قيم. لا انا اقول له من كل الجدول. هندوس اوكي? قال لي بص احنا كان فيه اتنين دولت. خدتوا بالكومان دي. قال لي كان فيه دوبلكت. value found. اريتوها او لا يا شباب? يعني نعم? اصدر في الجملة دي. قال لك ان انا لقيت اتنين دوبلكت اللي هو قيمتين اه متكررين. مش احنا قلنا. ان فيه هنا قيمتين متكررين ولا ايه? اه اه. فهو قال لي ان احنا لقينا قيمتين متكررين وشلناهم. وصلت كده يا شباب. وندوز اوكي. كده احنا شلنا ايه متكرر. وصل بكده. اسم واحد من السعيد صح? نعم. ما فيش اسم واحد من السعيد ايه دلوقتي ما فيش يعني لو تيجي تقف على هنا كده. وتعمل وتيجي تعمل هنا كده مش هتلاقي دوبلكت خالص. ما فيش اسم بس كده. وصل الكاشر باب? وصل. ها? وصل الكاشر باب واللي ايه? وصل تعمل شوية. تمام. تعالوا بقى عشان بقى الحاجات دي احنا عايزين نعملها. بصوا انا عمل لكم براكتس بنلازينة. بصوا ادي ايه? كل دي اسئلة. انا بس انا حبيب اديها لكم ايه? انتم ممكن نخليها للمحاضرة الجاية. وصلت كده خالد دا معي? طبعا معي كاشر. انا بس الاسئلة دي دي اسئلة انا عايزكم بس تحلوها. اه وتحلوها طبعا لها ناجح وراسب لها اف ودي برضو اف برضو. وده الفي لوكب. وده اللي هي التفالي ديشان احنا اشتغلنا عليه. او ما نسمع الريكورد دي هنحل لها. بالزبط. انا بس يا خالد لانا بس كنت عايز اوريك الحاجة دي اللي انا اعمل لك اه زي كويك كده ريموف كده. اه كويك قصدي على البيفت تيبل. مش انت عايز اعرف البيفت تيبل? لو بس معارفة كده مانا هاش لازم اخلي. لا لا استنوا اعمل لك انا اعمل لك انا ببيفت تيبل لحظة خليك ما عايز اعمل لك اللحظة. خالد. بتو سمعيني ولا ايه? سمعيني كده شباب ولا ايه? ما احنا لك مش مانس. انت معي كده? بصوا. في البيفت تيبل ده احنا عندنا دلوقتي ركزوا فيها في اللي انا بقول لكم. انا ما عارش عن ايه بيفت تيبل او ايه? ايه فكرة بيفت تيبل. افهمني هو ده مش ده مش محاضرة ده مش موجود في يعني او في الكورس ده. بس انا حابب ان انا اديكم عنه فكرة جايز تساعدكم في شغلوكم. خلاص كده? اولا انا فهموا ان ده برضو في الاناليسيز يعني في التابع. ده تحليل بيانات فعلا. ده بديت اناليسيز. بس انا برضو انا اصطر لكم حاجة كده بسيطة ممكن تفيتكم. بصوا يا شباب بصوا يا عمر. اه دلوقتي انت عندك رقم الفاتورة. ده جدوى لهو. فيه رقم الفاتورة. وفيه البيع. وفيه اسم المنتج. وفيه مغزن المنتج. وفيه سعر البيع. وفيه عدد الكطع. وكيمة الفاتورة اللي هو عدد الكطع في سعر البيع. وايه تاريخ البيع. وصل الكاشر. جدوى زي اي جدوى. خلاص كده? فانا بقول له ايه? انا عايز الخص الجدوى ده في قيم صغيرة. يعني لو طلعت مثلا اوليكم. بص كده اسم المنتج ده واحد او. اسم منتج واحد. اسم منتج واحد. اسم منتج واحد. خلت بقى لك من دي ولا? ايه? معاي يا خالد ولا ولا ولا? اه معاك معاك معاك. يعني انا اصلي ايه? بص كده. مغزن ده انا مغزن واحد مغزن واحد مغزن واحد. انا عايز اعرف بقى اسم المنتج ده او منتج واحد ده اباع منه كم قطعة. تمام. فهنيجي نعمل ايه بقى? بص. هنيجي هنا كده ندوس على كلمة انسيرت. حاجة اسمها بيف التابل اهي. هندوس عليها. هو لو تلاحظ يعلم لي هو عليها. بص شايفين العلامة دي كده? العلامات اللي ظهر حوالين الجدول دي. هو علمني على الجدول كله. فبيقول لي انت عايز الجدول ده او النتيجة تطلع في نيوركشيت يعني في شيت تاني زي ده كده. ولا في الاكسيست. اقول له انا عايزه في الاكسيست جوه الشيت ده. اقول له هنا كده. ودوس اوكي. ركز بقى. فانا عايز دلوقتي اعرف كاسم اللي هو منتج واحد ومنتج اربعة ومنتج خمستاشر الدعم منهم كم قطعة. وصلت كده خالد? خليك معايب اللي عليك. تمام? هناخد اسم المنتج ده المتكون من اربع اماكن. الكولوم اللي هي العمدان اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة. والرو اللي هي الصفوف اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة اللي هي الصفوف ايه كده. والعمدان اللي هي L M N O كده. تمام? والفاليو اللي هي القيم اللي انت بتجمع فيها او المكان اللي انت بتجمع فيه. هوريك دلوقتي اللي يحصل. هناخد اسم المنتج ده هنحطه هنا كده. بصوا اللي حصل. تمام? شايف كده خالد? جابت منتجاتها هي بس من غير تكرار ما فيش تكرار في ما بينهم. ولو خدت هنا عدد الكطع دي وسحبتها في الفاليو بصوا اللي حصل. هو جمع لكل القطع بص صامة هي صامة. جمع لكل القطع اللي تخص منتج واحد. فبصوا منتج واحد ده اتباع منه متين واحد وتلاتين قطع. منتج عشر اتباع منه مية سبعة وستين قطع. خدت بالك? هم. طب تعال احنا عايزين يجيب منه مسلا اكتر بيع. اكتر حاجة بتتباع. لو دوسنا على دي كده وندوسنا insert. تمام? وروحنا احطين ال data دي بيقولك بدل في نيوركشيت انا عايز اقول لك انا عايزه هنا كده. في الجزء ده كده نحطه هنا في يعني عايز الناتج اللي يطلع من الجزء ده يطلع لي هنا كده في الحتة دي كده. وصلت? هم. فبقول له ايه? انا عايزة اعرف برضو البياع رقم البياع. باع كم باع بكلمة قد ايه? مش فيه رقم بياع اسم واحد واثنين وتلاتة صح? تلات. مش دي ارقام بيعين? فانا عايزة اعرف ارقام البيعين دي باع يتقدي ايه? شايف كده عمرو لا? تعال كده نجيب رقم البيع هنقول رقم الباع هنقول رقم الباع ده ننزله في الرو. هيبقى بالرو ده اللي هو ليه? ليه الرو? لان الرو هيبقى واحد اتنين انت بينزل بالعرض كده. لو بينزل كده. طب لو انا خليته حتى لو انا سحبته وخليته في الكولوم بصوا اللي حصل. خلى ناتج بالطول يعني بالعمدان. فاهمين قصدي? انا احسن انا خليل. ده ولا ده? ده الاولاني. الاولاني اللي هو ناخد ديك نحطها هنا كده. بالطول كده. كده احسن طب? ايه. وبعد كده ناخد عدد القطعة دي نحطها هنا كده. بص قال لي ايه? ان ده ان رقم واحد باع ب الف مية 1178 قطعة وهكزا. طب لو انا قلت له انا عايز اجيب البيع بتاعه كمان. هنيجي هنا كده كده قيمة الفطورة انا رح سحبينها كده نحطها هنا كده. خدت بالك من اللقطة دي. بص عمال لي ايه بقى? عمال لي. ان البيع رقم واحد. عمل كم قطعة وبكام. فاهم? ايوة. ورقم اتنين بقى عمل كم قطعة وبكام. فاهمين قصدي? اللي هي اللي هي يعني. فهمتوا الفكرة دي ولا شباب? ان هو جاب الكتع بتاعتهم والبيع. طب تعال اخر حاجة خالص نجربها. اللي هي نشوف. مش ديه تواريخ. احنا عايزين نجيب التواريخ دي. اتباع فيها. يعني عايزين نعرف انهي يوم اللي اتباع فيه ارقام كبيرة. فاهم قصدي? فاهمين قصدي شباب ولا? ايوة ايوة. تعال كده ندوس هنا كده ونقول له احنا عايزين الداتا دي كده في هناك في حتة دي كده. وندوسوا كده. هنيجي هنا عند تاريخ البيع ونحطه هنا كده. بحيس ان التاريخ ينزل بالطول كده. خدت بالك يا جماعة. يعني لو انا خليت تاريخ البيع ده كده هنا كده. بصوا يبقى ماشي ازاي? صح? مش حلو خالص صح? ايوة. نعم. نضع كده هنا كده. وهناخد كيمة الفاتورة ونحطها هنا كده. وصلت كده. وصلت كده. كيمة الفاتورة اهي. كده تسايلة اكتر. نعم كده تسايلة اكتر بكتير بصوا. فكده بقى نعمل ايه? بصوا بقى فيه كليك يمين لو دست كليك يمين هنا كده. هنلاقي فيه حاجة هنلاقي فيه حاجة من اعلى الاصغر. شايفين كده? من اصغر لاعلى. صح? صح الوالط? صح. من اصغر لاعلى او من اعلى الاصغر. هنجيب من اعلى الاصغر اهو. قال لي ان يوم خمسة تس خمسة اتنشر ده كان اعلى يوم. اتباع فيه بتمانتاشر الف خمسمائة تمانية عشرين الجنيه. يوم ستة عشرين اتنشر. اتباع فيه بتمانتاشر. يا وهكزا. فهمين قصد ايه? طب نجيب اقل ليوم. هنيجي ننزه. تمانية عشرين اتناشر. تمانية عشرين اتناشر اتباع فيه بعشر تلاف جنيه. حلوة دي ولا يا شباب? مم. بصوا انا كده يعتبر انا كده خلصت. اه دي كده نخلي ده هيبقى بعد. اهو. بس يعني يعني يا ريتا مش مانس بس اتبعتنا الريكورد النهاردة عشان نرحل نطبق. الريكورد النهاردة هيبقى تلكم حاضر حاضر. الريكورد والاكسلا انا في حاجات وقعت مني هرجاعهم. وفي حاجة سألك. حاضر حاضر الواتساب دلوقتي كل حاجة دلوقتي حالا. انا بقى في المعاج وقتليني في عملت الواتساب. اي حد لي اي سؤال انا تحت امره. والله مش بحاضر. انا اي يعد لي اي سؤالة انا تحت امره. لو في اي سؤالة انا بقى تحت امره. عشان موضوع البيفل تيبل ده لازم يتسمع من الاول. اتفضل. لا اول بيفل تيبل ده صدقني اوه ما كانش ما كانش منطلق الحصة دي. بس انا حبيت اللي انا اشرح لكم كل حاجة بحيس ان انتو تكون. انا عارش لو انا موجود في الدحلية ده. بس انا حبيت اللي انا وليكم نبزة كده عنه عشان في حاجات كتير اوه وتفاصيل كتير اوه فيه. وصلت كده خالد وصلت كده الحتة دي. انا بحققلك امنياتك اي. انا تحت امركم يا شباب اي حاجة انا تحت امركم اتمنى اي سؤال خاص عام اه برايفت مش برايفت ابعتولي انا اهم حاجة ان انتو تكونوا مستفيدين وان انتو تطلعوا بداية كويسة تقدروا تستفيدوا بها. انا اللي يهمني على فكرة والله اللي يهمني انا ما عنديش مشكلة انا تاني. بس اللي يهمني ليكم ان انتو كل حاجة تكون باينة واضحة بحيث ان احنا ايه اوه اصراركم ازاي. بحيث ان احنا نكون وصلين لاعلى لاعلى استفادة. لو عايزين نعيد تاني والله انا ما عنديش ادنى مشكلة انا فعلا انا عندي القدرة لان انا اشرح تاني. انا بدي كورسات بقالي بقالي خمس سنين. فانا خلاص. بص بص رئيس هو الميزة ان احنا اه بين اه كل سيشن سيشن سبوع فاحنا بنطبق. ونعرفي حاجة. اه. بص انا تحت امرك حتى لو ما بين سيشن وسيشن تالتي ايام. انا في معانا ايمان ايمان دي معانا. المرة جايه. المرة جايه اكسل بردو ولا نخش? ده لا لا هنورد بقى. المرة جايه ورد ان شاء الله. ماشا يا شباب المرة جايه ورد. المرة اللي بعدها وهنعمل شغل كويس او في الورد والباور ماشا يا شباب? المرة جايه قبل ما نخش في الورد هنحل البراكتس ده. مش فينا براكتس ده هنحلو. واصلت كده يا شباب. تمام. احنا هنحلو علشان ايه? يعني انتو حلوه وانا هحلو معاكم المرة الجاية عشان نشوف ايه? النافج بتاعكو صح ولا غلط? في براكتس هنا عشان تبقوا فاكرينه. هنعمل له كده باللون كده ولا يكون اللون الاصفر عشان تبقوا شايفينه. خلاص كده? فينا براكتس اوكي? واصلت كده ولا يا شباب? ها? تماما رئيسا. تماما كده? انا مبسوط والله جدا. واتمنى ان شاء الله. طيب بس احنا كده اكتر. اتفضل. انا انا كده انا كده احنا كده خلصنا الاكسل. اه. خلصنا الاكسل. طيب اي كورسات في الاكسل بعد كده بتبقى مور ادفانسد ولا بتبقى تبقى الدياتا اناليسيز? انا بشرح هنا اوفيس ودياتا اناليسيز. انا انا اصدق كده اكسل بالنسبالي. بالنسبالي الاكسل في الشغر الدارج العادي اللي هو شغلنا ويمشي حنة بالجزء اللي احنا اخدناها بالحاجات اللي احنا اخدناها صح? بالزبط ما فيش مشكلة لو في حاجة وقفت معاك حلها لو هو بص. لا لا انا اصدق انا اصدق هل في كورس تاني للاكسل? يعني ممكن لو واحد حابب يكمل ياخد كورس تاني للاكسل? ادفانسد ولا هو يعني بص ان شاء الله ان شاء الله قريبا ممكن نعمل ادفانسد اكسل بس. يعني ممكن نعمل اكسل بس. يعني ادفانسد اكسل اللي احنا اخدتك من البداية لحد مثلا حاجة تبقى محترفة وانت تقدر تعمل حاجات شغل كويس او على اكسل بس كده. طيب حلو جدا ماشي. تحت اعملكم تحت اعملكم يعني انا انا ما دخلت كتير في المعادلات فلا فيه فرق كبير يعني في الاتا اللي انا اخدتها. انا مخصوص جدا والله يصدقني انا حابب ان انا اسفتك والله فعلا انا دي طبيعتي. عفكرة قبل ما دي الكورسات والله ودي طبيعتي. انا بعاني مع نفسي انا انا بعاني في شغلي ان انا لما حد بيبعايز حاجة بسيب شغلي وارح اصعد وارجع فده بيأثر علي انا. يعني دي عندي بانت لازينا. بس والله. لا لا ربنا جزيك خير دي حاجة خويس. بس والله سدقني فعلا انا مش بحصر. انا فعلا لما بلاقي حد مسلا غلط في حاجة او مسلا محتاج مساعدة يا محمد لو سمحت الحقني الحقني. ما بوقفش بروح جاري والحقه على طول. ربنا خليك علي ربنا خليك خالد. انا والله تحت امرك اتمنى. بس ربش مهندس يعني انا استفدت من حاليك وستفيد يعني حتى لو في حاجات وقعت مني انا بستفيدها في الريكورد او انا عارف اني قدام لما شغلها هتستفيد منها. انا عمر حتى لو انت اي لو بعد مية سنة لو بعد تلي على الواتساب انا تحتمل. اتمنى ما سنحطش يخرج من الجروب. اتمنى ما حدش يخرج من الجروبات. حتى بعد من خلص الجروب. بعد من خلص قصد الكورس. اتمنى ان انتو لو بعد الفترة حصل مسلا مشكلة في ال اكسل حصل اي حاجة مش بعمين اي حاجة. ابعتولي انا تحت امركم. انا بساعد الغريب والغريب كل الدنيا. خلاص? اي حاجة جدا انا تحت امركم في اي شيء. ماشي يا شباب? الله اسلام. ماشي يا شباب. بنا معاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي هيكون ورد. وهنحل اللي احنا عمينه هنا في ال اكسل. اوكي يا شباب? شكرا جدا لكم يا شباب. شكرا جدا لكم. وتمنى اشترككم على مجر بازن شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.